طيب رجعنا لكو تاني من ايام قليلة كان هناك حدث هام جدا في الامارات الشقيقة الاهلي يتوج بجائزة الابداع الرياضي في واحدة من اهم الجوائز مش الاقليمية العالمية اهمية الجائزة دي انها يعني تضمنت الاعتراف والاقتناع والاشادة بمنظومة وادارة وسيستم واهداف بتتحقق وابداع وراء كل هذا ومطبخ تئيل زي ادارة النادي الاهلي معانا واحد على قيادة هذا المطبخ التئيل الذي بتناغمه مع استراتيجية النادي الاهلي يحقق هذا النجاح الدكتور سعد مساء الخير يا كابتن عادلي ومساء الخير يا اسبراهيم ومساء الخير على المشاهدين للنادي الاهلي الكرام مساء الخير وحمد الله على السلامة مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك لأعضاء الجماعية العمومية للنادي الاهلي ومبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي أما كان شابه يا أستاذ إبراهيم يرجع من غير ما يماميه منها ما يشارف 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 لماذا الأهلي وقيمة الجائزة؟ يعني خلينا أقول لحضرتك في البداية إحنا لما تقدمنا بالملف الملف ده ملف صعب جدا لأن الجائزة دي بتاعة المؤسسات دي بيحكمها أمان الجائزة الشيخ محمد بن راشد متبنية معايير اتحاد الأوروبي للتميز المؤسسي يعني المعايير دي صدر عن الاتحاد الأوروبي وفي الحقيقة كمان مجلس دبي الرياضي طور هذه المعايير وعمل نسخة خاصة بدبي هي أعلى مستوى من معايير الاتحاد الأوروبي لأن أنتم عارفين أن سموه الشيخ محمد لا يرضى إلا أن يكون الأول دائما في الحقيقة فإحنا لما تقدمنا للجائزة قلنا في محور إحنا فوزنا قبل كده أفضل فريق رياضي عربي وده حققنا في الحقيقة عن بطولة الفوز وبطولة كأس أفريقيا فوزنا بيها 2012 و2013 وكانت في ظل تحديات إنسانية صعبة جدا الحادث الأليم بتاع جماهيرنا وبعدين إحنا تقررنا بعد العرض على الكابتن محمود أن إحنا هنترشح للجازة لأن إحنا عندنا الشروط دي مستوفى لأن المحور بتاع التنافس في السنة دي كان محور يتعلق بأن فيه مبادرة تتوافق مع مواجهة التحديات النتيجة الزرف عن أزمة كورونا إزاي المؤسسات قدرت تواجه إحنا في الحقيقة كان فيه 53 ملف بيتنافسه بس آخر المنافسة في التصفيات النهائية النظام التحكيم كمان معقد نظام التحكيم 53 منافس 53 مؤسسة رياضية عربية تقدمت بملفتها منها مؤسسة عربية لا أريد أن أذكر يعني عشان ده بيبقى أسرار شوية من الجايزة يعني منظمة واحدة هي البطولة الأكبر على الإطلاق بعد الإلعاب الأولمبية يعني كل الإمكانات عندها كل التجهيزات عندها كل مصادر التمويل الضخمة عندها ده اللي كانوا إحنا بنتنفس معها في النهاية في الحقيقة وأمانت الجايزة مش بس بتبص على كده هي بتبص على حاجات إزاي مجلس الإدارة بيخطط إزاي مجلس الإدارة منخرط في صياغة التوجهات الاستراتيجية المبادرة يعني مش كرار هل في وان ما نشوف النادي والذي فرع عمل مشكلة في ضابط بتحكمها عمل مؤسسي عمل مؤسسي طيب إزاي المبادرة دي لما بتحقق بيقيس الأثر بتاحها هل في أثر على الأرض الواقع ملموس تقدر تحسه وتشوفه ونروح نقيسه ده برضو كان لازم الجايزة تبقى عايزة تعرفه طيب إيه الاستدامة مستقبل المبادرة دي بعد أسبوعين بتنتهي ومحدش بيشوفها دي كلها أسئلة احنا كنا لازم نجاوب عليها محاور صعبة جدا هل بيتم قياس الرضا للناس اللي هم بيشتغلوا معاك الستيكولدرز دول هل بتقيس الرضا للمستفيدين من الخدمات اللي بيقدمها النادي العالي سواء كان جمهور سواء كان جمعية عمومية سواء كانت شركات راعية ماشي دولة شركاء استراتيجيين بالنسبة لك شركاءك في المبادرة الشركة اللي حاصل شركة لمبادرة المجموعة الاقتصادية بانت ازاي تقيس الرضا بتاعتها طب وسائل الاتصال اللي بينكم ماشية ازاي بتتواصلوا مع بعض ازاي طب قليت رفع التقارير بيسألك معايير دقيقة جدا بتتكلم عن كل وثيقة وبعد كده بيجي لك ثلاث خبراء متخصصين في قياس التميز المؤسسي تم تدريبهم في الدول الأوروبية ومعتمدين محكمين لزيارة والاطلاع على المستندات الرسمية والوسائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الممارسات تتم على أرض الواقع مش كلام احنا بنقوله وإحنا عاديد يعني يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده انا اول مرة اسمعه بالطريقة التفصيلية دي ما هيش وجهة نظر لا وماش ناس بتحبك اما بتحبكش لا 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 دي معايير تنفسية دقيقة ما حدش يقدر احتاج عليها وانعكاسات اللي انت بتعمله ده بقى على اهدافك وتعال اقول لي انت ايه الانجازات الرياضية اللي هي نتجة على المبادرة اللي احنا عملناها بتاعت المجموعة الاقتصادية ما انت عشان يبقى عندك انجاز الرياضي لابد يكون له تمويل ألف به الاداء على أرض الملعب يكون له اداء مالي خارج أرض الملعب طبع لازم المعادلة النجاح النهاردة في اي صناعة مؤسسة الرياضية عالمية لازم تقدر تدير الاتنين دول تدير تمويل كويس وايضا تدير نجاح على أرض الملعب كويس تقدرش تقول النهاردة برشولونا النهاردة نتيجة لان اداء الرياضي على أرض الملعب هو ناتج على عمليات تمويل لانه ما قاعدش قادر يستمر في انه يجيب تدفقات مالية تنجحه جوه أرض الملعب يحتفظ بالمواهب بتاعته في بدقة المواهب بتاعته تخرج ومش قادر يبني الفريق من جديد ده واضح بشكل كبير جدا في مؤسسات الرياضية ففي الحقيقة ده كان محل تقدير كبير جدا من الجائزة والجائزة كمان يعني لما احنا كمان تعرضنا بيلعب بطلتين في خلال 8 شهور هما الأكبر في القارة وبيفوز بالبطلتين إذن ده عايز تمويل ضخم جدا عشان يقدر يستمر عايز طيران خاص في ظل الجائحة دي انت النهاردة كنت عندك الإقامة بتوزع كل لعبين في قوضة مستقلة النهاردة كل عيد في غرفة واحدة بس عشان تنفق يعني بالضعب مصاريفة فعندك زيادة كبيرة جدا في الانفاق وده يمكن انعكس في الميزانية وده برضو تعكس كان فيه جزئية مهمة جدا بيتكلموا فيها النزاهة والشفافية كيف تكون المؤسسة لديها قدر كبير من النزاهة والشفافية طمعيان مهم جدا على مستوى العالم بعتنا لهم الميزانية فلما شافوا الميزانية كمان شافوا درجة المصداقية ودرجة الرقابة على الأداء المالي في النادي الأهلي ده مهم واحد من المعايير الرئيسية عشان تحكم على النزاهة والشفافية تحت المؤسسة والله دي وثيقة مهمة جدا الشهادة فده كمان واحد من المعايير الرئيسية اللي احنا اتحكمنا فيها وسألونا طب انتو دلوقتي عندوكو الإرادات بتاعتكو 828 مليون جنيه وعندوكو مصروفات مليار مليار 88 مليون جنيه العجز ده انتو شايفينه ازاي فلما شافوا الأداء التراكمة بتاع الموازنة فقد الموازنة على مدار السنوات تلقوا إيجابي فده أثبت قوة الأداء المالي للنادي الأهلي لكنه يعكس حاجة مهمة جدا برضو وإحنا جماهيرنا وأعضاءنا محتاجين أنه هم يكونوا معانا فيها يعني معانا فيها إيه إن إحنا مصروفاتنا عمالة تزيد يعني هم تعجبوا جدا لما تلاقوا قالوا لنا طب نسبة المرتبات من إجمال الميزانيات دي ده سؤال أي مؤسسة رياضية نجحة ولذلك هتلاقوا أنتو الفيفا لما جاء في اللعب المالي النظيف حطوا سقف الرواتب حطوله سقف لأن ممكن الرواتب تتجاوز وده اللي بيخلي الأندية تتعرض للإفلاس النساء في الرواتب يتجاوز الإرادات بنسبة 100% فقال لك لا ده الحد الأقصى للرواتب من 80% فأقل لما أسنى الأربع سنين اللي فاتوا طلقوا أن الرواتب عندنا ما بتتجاوز 68% وبالتالي ده كانت ميزة بالنسبة لنا أنه في قدرة في قدرة على قدرة يعني ده يعكس قدرة المؤسسة على أنها قادرة على الوفاء بالاتزاماتها المالية فإحنا عايزين نحافظ على ده ولذلك إحنا يمكن في الفترة الأخيرة في أول اجتماعات مجلس الإدارة كنا بنعمل عملية إصلاح مالي طويل المدى بنشوف بقى ميزانياتنا شكلها إزاي إراداتنا شكلها إزاي طيب نقدر نزود إيه وما نقدرش نزود إيه ندرس الموضوعات ولذلك إحنا يمكن كان عندنا موقف مهم جدا حضراتكوا تتذكروا هما كمان لما شافوا تطوير البنية التحتية بتاعتنا وحجم الإنفاق عليها إحنا كنا قلنا في حلقة من الحلقات إن إحنا عندنا مليار 92 مليون جنيه إنفاق على البنية التحتية في الفترة السابقة النهاردة وأنا بتكلم معاكم المبلغ ده راح لمليار 663 مليار 663 مليار 663 مليون جنيه عايزة توقف هنا دكتور سعد لحظة عشان نوضح الحتة دي يا جماعة هو الإنفاق ده مش صرف أنت بتعظم أصولك يعني أنت آه بتصرف بس بتاخد بدالها أصولك تسوى كاب يعني في تقييم المؤسسات ولا أنا يعني ما هو ده يعني يعني أمني إذا كنت ماشي صح عشان ما قولش حاجة أنت كل ما زادت أصولك كل ما زادت قيمتك في السوق طب كل ما زادت قيمتك في السوق لأن الشركاء الاستراتيجيين عندهم ضمانة أساسية في أنك أنت على أرض سابتة يعني ما هوش انفاق طرفي لا ده انفاق في الأصول أنت كمان مش بتنفق عشان طرفي أنت بتشوف احتياجات يعني إحنا لما جينا في مدينة نصر والمجلس جاء في مدينة نصر في بداية الدورة اللي فاتت حلل احتياجات الأعضاء أنت لازم تحلل الاحتياجات مش بتعمل حاجة زي ما حضرتك قلت احتياجاتنا كان أهم احتياجة عندنا بالنسبة لمدينة نصر الجراش كان واحد من الطموحات الكبيرة اللي احنا بقانا 30 سنة كنا بنطمح أن يكون عندنا جراش داخل أسوار مدينة نصر الحمد لله ربنا وفقنا في الجراش ويمكن أنا برضو هنا حايز أخد الفرصة دي وأوضح حاجة احنا لما بدأنا نشغل جراش مدينة نصر ده جلنا شركة شركة محترمة جدا أول ما بدأت عملية التشغيل وعرفوا أن الجراش ده هيشتغل احنا جلنا عرض بخمسمائة ألف جنيه في الشهر وما نعملش أي حاجة نعمل خمسمائة ألف جنيه ونسألهم الجراش هم يبقوا مسؤولين على قدرته بس كانوا عايزين يحملوا في الحقيقة الأعضاء جزء كبير جدا من رسوم الدخول للجراش ودي معادلة ما تمشيش معنا الحاجة التانية كمان أنه عايزني أسمح له أن غير الأعضاء يخشوا في الجراش احنا عملين الجراش ده اسمه جراش مين؟ النادي النادي الأهل يبقى ده خاص بمين؟ أعضاء النادي الأهل ورفضنا في الحقيقة وقمنا احنا قلنا إيه نعمل حاجة كويسة قوي في الحقيقة كان الكابتن محمود ومجلس الإدارة قال إحنا نشغل الجراش ده تلت شهور تجريبي لحيث ما نشوف التجربة بتاعتنا هتعمل إيه احنا في الحقيقة عملنا حاجة مهمة جدا وانا عرضتها مع حضراتكم بس من منظور آخر بتقولك احنا عيننا في الجراش مدينة نصر 79 واحد 79 واحد دولة بياخده دي بياخده كام حد الساءل نفسه 79 واحد دول بيكلفونا 135 ألف جنيه في الشهر يعني بيكلفونا في السنة ما يقرب من مليون ونص مرتبات فيه بإكلاب الحراسة اللي على أول الجراش لأن الجراش مدينة نصر ده يعني له خصوصية شوية لأنه في جواره منطقة مهمة واستراتيجية فكان لازم يبقى فيه كلاب حراسة عشان تأمن دخول العربيات دي الكلام الحراسة دي ودي صالح الأعضاء برده 85 ألف جنيه في الشهر 85 85 ألف جنيه في الشهر يعني تقريبا بنتكلم في السنة بنعدي النهاردة 160 و850 يعني بنعدي 900 ألف جنيه وعشرة بالإضافة لمليون ونص يعني تقريبا بنتكلم في 2 مليون وربعمائة ألف جنيه تكلف التشغيل غير بقى الاستثمار اللي محطوط فيه جراش مدينة نصر ده كان كم و60 مليون جنيه إحنا حطينا الفلوس دي فبالتالي دي كلها خدمة المبلغ ده تكليفها كبيرة جدا ولكن حتى لما جنا نقوم بعملية التسعير في الأول حطناها بشكل بسيط جدا وقلنا إيه ناخد 5 جنيه عشان نحقق العدالة ما بين كل الفروق لأن زايد بتدفع 5 جنيه فإحنا ناخد 5 جنيه في مدينة نصر أول 3 ساعات وكل ساعة بعد كده بجنيه بحد أقصى 10 جنيه بعد ما خلصنا الثلاث شهور التجريبية دي قعدنا ندرس الموضوع ونشوف التكلفة بتاعت الجراش ده تشغيله يكون إزاي لأنه مش هنقدر نستمر كده القدرات النادي هتستنزف وفي النهاية الجراش ده مش هتعمل له عملية صيانة دورية أنت محتاج أن الجراش ده تحفظ عليه لأنه أصل من أصول النادي والضم خلاص للميزانية لأنه مشروع انتهى تنفيذه ففي الحقيقة قرر المجلس الفترة الأخيرة إحنا أخذنا الجراش ده تسعير بعشرة جنيه بس خلي بالكم الميزة اللي إحنا حطناها يمكن الناس مش واخدة بالها العشرة جنيه اللي إحنا كنا بناخدها بحد أقصى المرة أيام التشغيل التجريبي كانت مرة واحدة في اليوم يعني كان ممكن العضو اللي عنده 3 أولاد مشتركين في الأكاديميات واحد في السباحة واحد في القراتي لو خرج خلاص يدفع غيرهم لو خرج هيدفع غيرهم إحنا خليناها المرة دي عشرة جنيه من الحد ليوم الأربع طول اليوم تخش زي ما أنت عايز عايز تخش عشر مرات تخش عشر مرات استخدام متكرر طوال اليوم لليوم فدي تعتبر مش زيادة ده بالعكس ده تعتبر تخفيض لاستخدام الجراش لأن احنا شفنا أن الزملاء الأعضاء الموقرين اللي هم إحنا في الحقيقة الهدف الرئيسي إن احنا نحقق خدمتهم ونلبي خدمات متميزة ده بالنسبة للجراش طب قلنا بقى الأيام بتاعة الخميس والجمعة والسبت الضغط بيبقى فيها كبير جدا 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 فهنعمل موازنة ما بين الخميس وبقية أيام الأسبوع مع السبت ده هنخلي رسم الاشتراك يوم رسم الدخول يوم الخميس يبقى بخمستاشر جنيه بحيث إن احنا يبقى لعندنا متوسط تكلفة تقدر متوسط الإراد بتاع الجراش برضو عشان يعني القرار ده بيتم دراسته بدراسة مستفيدة بأرقام حقيقية بمتوسطات إحنا كان عندنا متوسط إرادة الجراش 322 ألف جنيه في الشهر ده أعلى إرادة جابه في الأربع في شهور فلما شفنا 320 ألف جنيه خلي بالك أنا قلتلكم كان جاي لكم 500 يعني أنا كده كمان إيه يعني عندي 100 تقريبا 178 ألف جنيه يعتبر أنا بخسرهم بس دولك كانوا في سبيل مين عضو النادي عشان ما حدش يتحكم في عضو النادي الأهلي ويدفعوا كير ده أول حاجة فكمان بدفع منهم كام 85 ألف جنيه تكلفة كلاب الحراس تشغيل تمام وعندي 135 ألف جنيه تكلفة تانية وعندي خدمات أمن طبعا الناس اللي موجودة دي لازم يبقى فيه وسائل تحفيز عشان تبقى موجودة تمام الجراش ده كده احنا مش نقدر نستمر بهذا الشكل زي عربيات الجلف اللي بتنقل الأعضاء كل ده احنا مش نقدر نعمله احنا كمان عندنا مرحلة تانية المرحلة التانية للجراش دي عايزين نطورها طب ده مش بس كده على فكرة احنا كمان منعين جميع العاملين في مدينة ناصر بما فيهم المديرين اذا كنت عايز تدخل عربيتك جوة تدفع فالزملاء طبعا بيوقفوا عربياتهم براء او بيجوا في عربيات مع بعض وماشي ويخشوا عشان طبعا تكلفة تبقى بالنسبة لهم كبيرة وحتى مجلس الإدارة ايضا لما بيخش الجراش بيدفع تمن تكلفة الدخول ده كده كان موضوع بسيط للموضوع الجراش فالجراش بالنسبة لنا هو الهدف الاساسي منه خدمة اعضاء النادي الاهلي في مدينة ناصر وايضا خدمة اعضاء النادي الاهلي في زايد ولذلك كان اول القرارات اللي اخدها النادي مجلس الإدارة الموقر في اول جلسة له هو البدء في مرحلة جديدة لتطوير اماكن الانتظار للسيارات في فرع الشيخ زايد ده برضو لانك انت عملت اتصالات جديدة في زايد ودي برضو مهم هتزود حركة الاعضاء هتزود فده برضو كان بالنسبة على فكرة كان معيار مهم في الجائزة ان ازاي انت بتتحك بتقدر تقيس وتوصل لرضى الاعضاء وازاي بتاخد القرار اللي يحقق الرضا على فكرة ليس هناك رضا مطلق في صناعة قرار يعني الرضا بيغطي او ما تيجي تاخد قرار انت بتلبي بتلبي كل الشرايح اللي عندك في غالبيتها العظمة يعني تقدر مثلا تقول انا القرار ده يستفيد منه تسعين في المية لكن فيه نسبة ضرر على البعض رضا نسبي ما تقدرش تحقق نسب الرضا المطلقة اطلاقا في اي قرار انت بتاخده بس بتشوف القرار للغالبي شوفها دكتور بالتجاربة في الاخر الاعضاء بعد شوية لما بيلاقوا فيه مرضود للي بيدفعوه والخدمات والكواليتي بتاعة الخدمة يعني بترضيهم وتقتنع ان انت بتتحمل معاهم زي ما بتحملوا بتتحمل معاهم هيفهموا الوضع واحنا ده حارسين عليه في الحقيقة ان احنا نطور انت عشان تطور خدمات رياضية عشان تطور خدمة رياضية لازم يكون عندك بنية تحتها كويسة ويكون عندك افراد قائمين على الخدمة كويسة يعني زي الفرقة الرياضية بالضبط عندك لعيبة كويسة وعندك جهاز فني كويس انت بص لو قدام كمان ماشي ولازم يكون عندك بلعب تدريب كويس ولازم يكون عندك منشاك التشغيل ما تم مش صح الصيانة مش هتم صح عمر الافتراضي بتاع الخدمة لن يستمر فترة طويلة وانت مش هتقدر تاخد الخدمة دي بعد كده الناس ممكن تتوقف تقول لك طب ولازم يكون اكلاب الحراسة لا مهم جدا انت دلوقتي الدخول والخروج كل العربيات دي كتبرى النادي كل العربيات دي كتبرى النادي لكن لما توقف كلها جوالنادي محتاجة تأمين بس الشيء الجميل في الحقيقة برضو يعني وانحنا بنشتغل حتى في الجايزة احنا عندنا اعضاء النادي الاهلي في الحقيقة لهم ميزة يمكن احنا بنبقى فخرين بيها جدا انه هو عضو بناء مش بتاع نقدها الدم ابدا يعني انت طبعا بحكم انك كنت معايا يعني 25 سنة احاولك حاجة دكتور اصعب لو سمحت لي ان انا انا بسعب بالكلمة دي عايز اوضحها اكتر انا اشتغلت مدير في النادي الاهلي وروحت في اكتر من النادي عضو النادي الاهلي الاكتر حرصا لا التزاما بما تقرره الادارة وانضباطا في تنفيذ التعليمات ما بتلاقيش منوقة لا 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 وبعدين ده بيخش يعني عضو النادي الاهلي انا ببقى سعيد جدا وهو داخل يقول لي ايه انا عارف ان الوقت مهم بالنسبة لك فمش اخد من وقتك كتير ايوه الكلمة دي في الحقيقة بتخليني حريص جدا 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 اننا اسمعه كويس اننا اسمعه كويس وقدم خدمة لعضو النادي لانه هو اصلا حاسس بيا اه ده الراجل داخل وبيتلطف وبيتحسس في انه ياخد منك عدد محدد من الدقائق عشان يعرض وجهة نظره او تحدي بيقابله جوه النادي الاهلي فبيقول لي انا بعد اذنك يا دكتور انا عارف ان الوقت وعارف ان المهم كتير جدا جدا وعندنا مهم كتير جدا جدا انا مش اخد غير ففي الحقيقة عضو حريص بشكل فانت طبعا بتبقى حريص جدا انك تلبيه لك كل طموحاته وكل الرغوبات ولانه هو فعلا حريص على النادي وحريص على ادارة النادي يمكن انا هقول لحضرتك حاجة ما تلاقيهاش غير في العقق في اعضاء النادي الاهلي هارهالك كده نفتخر جميعا كمحبين للنادي الاهلي اولا وكأعضاء للجمعية العمومية بحجم التطوير والانشاءات الضخمة والتنمية في عدة محاور داخل نادينا الحبيب فالنادي الاهلي بفروعه تحول الى خلية نحن تتصابق فيها الجهات المعنية تتصابق فيها الجهات المعنية الزمن للتطوير والبناء وهذا مكسب مهم جدا للنادي والجمعية العمومية ولكن في الوقت نفسه يجب تسليط الضوء على بعض السلبيات البسيطة شوف الرجل يعني هو في الحقيقة ده لازم تسمعه لازم تقدره وليازم تحتمل به لا على فكرة ده دولك كم واحد مضينا على الكلام ده يجي مثلا واحد سبعين واحد مقدر اللي بتعمله بس اسمعنا لا ودني بقى مجموعة من المقترحات التي يجب أن تنظر فيها بعين الاعتبار كأنه راجل قاعد معك جوه الإدارة وحاسس بالنادي وحاسس بظروفه وحاسس بالتحديات وبيديلك مقترحات للتطوير والبناء والاستمرار في عملية التحسين كأن التلات كلمات اللي احنا كتبينهم على البوابات دي تاريخ محتمل المدد مسألة فيها شراكة مسؤول تجاه النادي وده يمكن يدخني الحاجة يمكن أنا برضو أنتهز الفرصة أننا موجود مع حضراتكم أننا نهني الجمعية العمومية للنادي الأهلي أنها عندما اختارت كان اختيارها محل تقدير من كل المؤسسات الوطنية داخل الدولة المصرية فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة للنادي الأهلي وكان هذا الجهد الكبير من الجمعية العمومية وتحمل مسؤولية ويمكن أنا هنا أستاذ إبراهيم لو يتذكر لما عملنا حلقات جميلة في الحقيقة كانت نموذج أيضا فريد لأن منصات النادي الأهلي تسمح لكل المرشحين بالتواجد داخل هذه المنصة الإعلامية الكبيرة في الحقيقة النهاردة احنا بنحصد قلت لأستاذ إبراهيم حاجة مهمة قلت له الجمعية العمومية هي صانعة قوة القرار صحيح هي صانعة قوة القرار ومن ذلك يعني الحيئة القضائية الموقرة عندما استصدرت الحكم كان في حيثياتها أن هناك أكثر من تسعتاشر ألف صوت قد منحوا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة التصويت وبالتالي الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها في إدارة النادي في الحقيقة وهنا أنا بنتهز الفرصة وأكد على حاجات مهمة جدا تخلينا كأعضاء جمعية عمومية وكجماهير نادي أهلي وكناس منتمين لهذه الدولة العريقة الدولة المصرية أننا نأكد على حاجاتين مهمين جدا النادي الأهلي قدم درس في إدارة هذه الأزمة درس مبني على قيم ومبادئ النادي الأهلي الناس بتسأل عليها هي قيم ومبادئ النادي الأهلي قيم ومبادئ النادي الأهلي في هذه الأزمة تتمثل في الاحترام قيمة الاحترام وقيمة السقة وتمثل بالحق الاحترام لكل مؤسسات الدولة ومسؤوليتها لم تتجاوز في مؤسسة احترمت اللجنة الأولمبية احترمت الجهة الإدارية احترمت الهيئات القضائية الموقرة احترمت أيضا ودفعت عن رأي جمعيتك العمومية باستماتك احترمت القانون والتزمت به احترمت نظامك الأساسي الذي صدر عن الجمعية العمومية وانتصرفتش بغضب لا لم تتصرف بانفعال احترمت حق المرشح حتى يعني ان النادي يتضامن مع الاساس العامل الفاروق هنا بقى ظهر الشعار ومعناه الحقيقي اللي بيخاف منه الجميع ودايما بنحاول نصححه ان الاهلي فوق الجميع من ابنائه التزم السيد العامري فاروق الصمت لان مصلحة الاهلي تتطلب هذه المرحلة الصمت والالتزام بقيم ومبادئ النادي الاهلي التزم مجلس الادارة ايضا المصهر القانوني دون اي ضجيج او ظهور اعلامي او اي لغة يصير اي كلمة سلبية تجاه اي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا يعلي شأن الاهلي فوق الجميع من ابنائه ده مش بس كده ده انت حتى لما صدر القرار كان هناك توجيه رسمي من مجلس الادارة بان النادي الاهلي لا يعلق على الاحكام القضائية وسوف ننتظر كل الجهات التي تكتمل مسؤوليتها بان يتم استصدار تشكيل هذا المجلس يبقى ده الاحترام الثقة الثقة في اجراءاتنا الثقة الثقة في اجراءاتنا ان انا من اول يوم انا يمكن كان فيه تكليف من المجلس في الحقيقة ان اكون المتحدث الرسمي في هذا الشأن ويمكن تحدثنا وليس التحدث من اجل الشوشرة ولكن التحدث من اجل تصحيح وتوضيح موقف النادي الاهلي وهنا الثقة بقى فين الثقة في تاريخ النادي الاهلي العريق فانه عندما يعد نظام اساسي يعد نظام اساسي وفقا للمساق الولمبي الدولي ووفقا للقانون الوطني المصري لائحة منضبطة كان لدينا الثقة فيها ومشينا على اجراءاتها ولم نخرج عن اجراءات ده برضو حاجة مهمة الثقة في الجمعية العمومية الموقرة التي جاءت فيما يتجاوز بعدها بـ 22 ألف الثقة في الشفافية والنزاهة لأن النادي الاهلي زاعة الانتخابات لحظة بلحظة مش على قناته فقط ولكن على جميع القنوات الفضائية الثقة في صحة الإجراءات الثقة في القرس التاريخي لخبرات النادي الاهلي لخبرات النادي الاهلي وفي الحقيقة كمان الثقة فين الثقة في الهيئات القضائية الموقرة لدينا ثقة كاملة في قرارها والتزمنا بالجلوس إلى الهيئات القضائية وما قلناش احنا مش راحين للقضاء الثقة في اللجنة الأولمبية الوطنية ايضا التزمنا في الحوار مع اللجنة الأولمبية الوطنية الثقة في الجهة الإدارية الموقرة وروحنا برضو وتعاملنا مع الجهة الإدارية هنا بقى قيمة أخرى الثقة في عراقة تقاليد النادي الأهلي عندما اجتمع مجلس الإدارة في أول جلسة له ترك المنصب لأن الجمعية العمومية منحت المجلس الثقة في اختيارات محددة فلم يتجاوز المجلس ثقة من الجمعية العمومية أمنتوا على الجمعية العمومية هنا نعكس فقال هنا إحنا هننتظر حتى يظل المقعد شغل لأن الجمعية العمومية منحت الثقة في شخصيات بعينها إحنا هنلتزم بهذه الثقة لم يتم تشكيل مكتب تنفيذي أيضا لأن فيه نظام أساسي الثقة في النظام الأساسي ده إحنا كنا وصقين فيه ففي الحقيقة ده أيضا واحد من المشاهد التاريخية اللي هيذكرها التاريخ دائما وتعكس دائما وأبدا ريادة النادي الأهلي وريادة جمعية العمومية وريادة النادي الأهلي في التعامل والاحترام والتقدير المتبادل بينه وبين كافة مؤسسات الدولة المصرية في الحقيقة أيضا وضح ومعنى الشعار التاريخي للنادي الأهلي أن النادي الأهلي عندما يقول أن الأهلي فوق الجميع فوق الجميع من أبنائه فعلى جميع أبناء يلتزموا بقيم ومبادئ النادي الأهلي ويعلوا مصالح النادي الأهلي فوق أي مصلحة شخصية مجلس إدارة أعضاء حتى الجماهير بقوا معانا في الاتجاه أعضاء جميع العمومية معانا في الاتجاه واللي أنت بتقوله دلوقتي والرسالة اللي قريتها حضرتك فيه لفت نظر لبعض السلبيات والشياكة اللي مكتوب بيها الكلام والثقة يعني بيقولك وثقين فيكم جدا بس خلي بالكم من واحد اثنين تلاتة اربعة احنا بنقولهم حاضر ببعا رأيكم فوق رأسنا كإدارة وفي الحقيقة أنا يمكن النهاردة كان عندي اجتماعات متتالية في التقرير في المذكرة دي تحديدا يعني وتبين أن تقريبا احنا شغالين على 90% منها يعني المذكرة دي كان بتقدم بعض النصائح في تطوير مستوى كتعبالك برضو وانا هقولها بالأسماء يعني مثلا طلب أن يكون هناك مخطط احنا زودنا رسوم الاشتراكات للأكاديميات الرياضية يمكن احنا ما عملناش كده من 2016 ويمكن كلنا عارفين طبعا وكلنا حاسين بحجم الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية مش بس ظاهرة مصرية دي ظاهرة عالمية نتيجة كمال للجائحة يعني احنا كنا بنشتري كرة السلة بـ 320 جنيه احنا بنشتري النهاردة كرة السلة بـ 1050 جنيه احنا كنا بنشتري بدلة الكراتيب بـ 145 جنيه النهاردة بنشتريها بـ 230 جنيه دي كلها النهاردة عندي زيادة في المطهرات بتاعت حمامات السباحة 50% بس في الشهرين والاخار دول قبل كده كان فيه زيادة يعني مثلا كمان انت مش بتشتغل بس على الزيادات دي انت كمان احنا يمكن انت عشان النهاردة الرياضة قيمة على فكرة الخدمات الشخصية يعني بمعنى ايه المدرب هو صاحب الخدمة الرئيسية يعني هو اللي قايم على تقديم خدمة التدريب للعيب اذا كان المدرب ده عندك ما بياخدش راتب رئيس التنافسي في السوق اللي عندك وحصل تغيير في تركيبة السوق نفسه في مؤسسات الرياضية النهاردة بدأت هدفها استهداف الربح بعينه ما هيش مؤسسة زي النادي الاهلي مؤسسة عامة مالها مال عام وكلام من ده وتغضع للرقابة الحكومية بشكل مطلق لا ده مؤسسات تستهد في الربح بقت شركات تنافسية ولذلك النادي الاهلي النهاردة دائما وابدا يسبق الاحداث ويدخل الى المستقبل لا ينتظروا ان يأتي عشان كده الاهلي هيفضل قوي وهيفضل كبير وهيفضل هو الاول بقدرته دي حاول حضرتك على حاجة مهمة مثلا في موضوع احنا كان عندنا صلط الكاراتيم زايد كانت عبارة عن خيمة النهاردة عندنا صلط كاراتيم ممكن حضراتكم يعني شرفنا حاجة فخيرة تحضروا معنا صلط كاراتيم على دوريل فيها ستة ابسطة دولية موجودة حاجة فخمة يمكن انا كنت شرفت ان انا اكون في جوار يعني احد المسؤولين الكبار دون ازعل ذكر اسمه الف الحقيقة الاهلي يتحمل مسؤولية كبيرة وتاريخية تجاه الرياضة المصريلة لان هذه المنشآت لا تخدم النادي الاهلي فقط ولكنها في الاساس تخدم المنتخبات الوطنية المصرية فانت كمان عمال تطور عندك صلط جنباز ما كانتش موجودة احنا عملنا صلط جنباز النهاردة في زايد وعندنا النهاردة ما كانش موجود ملاعب سكواش في زايد وبالمناسبة احنا ايضا مجلس الادارة الموقر في اول جلسة اخد استكمال مشروع ملاعب السكواش في مدينة مصر ده برضو النهاردة واحدة من الحاجات المهمة استخدمك في حاجة؟ احسن شواري بعمال يقول لي فاصل فاصل حنستكمل هذا السرد الموضوع جدا عشان العدو برضو يعرف ما يتحمل النادي الاهلي لمصلحته ولرضائه وفي الاخر المرضود على الرياضة المصرية فاصل يا جماعة ونعود احنا بحضاتكم من جديد متواصلين معاكم ما تخافش على الاهل الطالما الاهلي يملك هذا القدر العالي جدا من الوضوح والشفافية والاداء المؤسس المهم الكلام اللي قاله الدكتور سعد في بداية الحديث عن حصول الاهل على هذه الجائزة المهمة اللي ترجمت عمق وقوة وسلامة وشفافية الاداء المؤسسي المنضبط جدا للنادي الاهلي متواصلين مع الدكتور سعد الشالب المدير التنفيذي للنادي دكتور في إطار كل هذا الإنجاز الكبير الأعضاء يعني أنت مؤكد عندك قدر من المؤمى ما بين الصرف وما بين أسعار الخدمات اللي بتقدم كيف يمكن تضيق الفجوة بين هذا وذلك يعني في الحقيقة ده سؤال في الحقيقة مهم إزاي نقدر نعمل مؤمى ما بين الإرادات والمصرفات ونقدر ندرس ده إزاي ونشوف مراكز التكلفة لكل نشاط ده مهم قوي إن تشوف كل نشاط عندك في النادي الأهلي بيكلفك قد إيه عشان تقدر تعمله عملية تسعير عادلة وفي النهاية عملية تسعير عادلة تكون في صالح العضو إحنا الفلسفة بتاعت النادي الأهلي هو استعادة جزء من التكاليف وليس الربح برضو ده مهم يعني إحنا مش بنقول إن إحنا الخدمة دي بتكلفنا خمسة أروش فعايز إنك سبك كمان ها مش ربح كذا فيبقى سعر الخدمة دي ما أنا هدي لك مثل بالفوت كورت لما عملنا يعني العمال السؤال اللي محيارني هي المعادلة الصعبة قوي دي بين صالح العضو والخدمة وتكلفة الخدمة الحقيقية علق عليك إزاي بتحلو المشكلة دي بحيث إن في كل الأحوال برضو تظل مؤسسة الأهلي هي الأقل أسعار ما بين أقرانها ما هو ممكن تقول الأقل أسعار وتقول برضو والجودة منخفضة لا هي أقل أسعار وأعلى خدمة خلينا نقول إزاي منطقة الفوت كورت هات أي منطقة في أي من الأنديا المصرية اللي بيكن لها كل احترام وتقدير في الحقيقة كل الأنديا المصرية منطقة الفوت كورت اللي في مدينة نصر أنا كان عندي حد لما جاء من دبي ولما شافوا منطقة الفوت كورت قال ده ده في النادي قلنا له أيها في النادي كان عندي حد بمناسبة الفئات الخاص الأصحاب الهمم واحدة من الرموز الوطنية في أصحاب الهمم موجودة معنا وكانت عضو في النادي الأهل فقلت لنا ما جيتش النادي الأهل من مدينة نصر كان معنا اجتماع يوم الأربع اللي فات عشان مؤسسة الأهل المجتمعية فجالت قالت لا 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 استنى ده أهل مدينة نصر قلنا لها أهل مدينة نصر بس التطوير ده تطوير جزري غير عادي في أهل مدينة نصر أنا عضوة هنا في أهل مدينة نصر من عمري وأنا كان حتى مدام كابتن مشير أو حاسمان كانت موجودة هي صديقتها فقلت لها إيه اللي حصل ده في النادي أهل مدينة نصر منطقة الفورتكورت دي حاجة عظيمة جدا 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 تعال احنا بنحط السعر ازاي أنا لو أنا أجرت المنافذ اللي موجودة في منطقة الفورتكورت بأسعار عالية هتنعكس على إيه على سعر المنتجات المقدمة من خلال منطقة الفورتكورت للأعضاء فبنتطر نعمل حاجة مهمة جدا 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 إن احنا ندي السعر الأقل كإيجار عشان أنا ده المفروض هينعكس علي أنا كنادي أهل بالسل عشان يقدر يتحط عشان يقدر حط له شروط في الأسعار يديني أسعار أقل مما هو نفس البراند نفسه يعني هقول لحضرتك على حاجة كلنا بنحب الزلابية في الجو الدافدة النهاردة ممكن تاخد العلبة الكبيرة بـ 25 جنيه هي نفس البراند أنا مش عايز أقول أسماء براند عشان ما يبقاش إعلانات وكت أنا عند الكابتن عادلي على طول في المكتب نروح نجيبي الزلابية دي ونرح أيام ما كنا مع بعض في التسويق وشرفت بيها نجيبها هي بره بـ 35 جنيه لكن جوه النادي بكام؟ بـ 25 جنيه ده شرط أساسي كمان أنا مش بسيبه كده يحط أسعار بمزاجه ده أنا حطيت له شرط إنه هو ما ييجي يحط في التعاقد شرطه في التعاقد إنه لما ييجي يحط أسعار جديدة بعد ثلاث سنين بعد إيه؟ بتثبت ثلاث سنين وبموافقة أنا كقدرت إيه؟ النادي الآله عشان أضمن إنه أنا حطيت كنترول فين؟ على السعر يعني مثلا أنا عندنا منطقة الصلاة الجديدة في زايد ومش ده بس بنعمله في مدينة مصر ولا في الجزيرة بنعمله كمان في زايد النهاردة عندنا يمكن واحدة من أشهر العلامات التجارية اللي موجودة في تقديم القهوة ومشروبات القهوة مش عايز أقول برضو اسمها أشهر علامة تجارية موجودة في هذا السوق الحمد لله النهاردة بقت موجودة عندنا جوه زايد في جوار الصلاة ويمكن كانوا حرسين أنهم يستقبلوا كابتن محمود الخطيب أثناء الافتتاح عشان يشوف مدى جودة التجهيزات اللي موجودة في هذا المنفذ هذا المنفذ لأول مرة في تاريخه لأول مرة في تاريخه ينص في عقده أن تكون أسعاره هناك تخفضات خمسة في المئة حد أدنى لأعضاء النادي الأهل لأول مرة أنا بقول حاجات يمكن أول مرة أقولها وما كنتش أحب يعني ممكن خمسة يخليها عشرة بس دي خاصة بس الأعضاء النادي الأهلي وعمره مقدمة لأن شرط أنتم عارفين أن في بعض البرندات قمتها في السوق زي بعض الساعات الكبيرة ممنوع أنك أنت تيجي ناحية السعر لأن عندما يتحرك السعر معناها أن هناك تحرق في القيمة نقص في القيمة على طول زيما المثل الشعب اللي عندنا يقول الغالي تمنه فيه فإحنا عندنا الثقافة دي موجودة فهم كانوا حتى حرسين أنهم يأخذوا كابتن محمود عشان يشوف مستوى الفخامة اللي موجودة ولذلك إحنا بنعمل دلوقتي عملية تطوير شامل لكل المنافذ اللي عندنا اللي موجودة في منطقة سواء كانت مدينة ناصر إحنا عندنا 83 منفذ 83 منفذ ده عدد ضخم جدا من العقود على الزرق فيه حاجة كمان بقى خلي بالكم وحضراتكم إحنا اللي اتحملناها مش العضاء الجهة الإدارية خدت قرار نتيجة للأزمة اللي حصلت اللي موجودة جائحة اللي حصلت خدت قرار بتخفيض 50% من القيمة الإجارية للمنافذ لأن المنافذ قعدت فترة زمانتوا عدراكوا عارفين أفلا أستغلش ألزمتني بكده التزمت لا النادي الأهلي عمل حاجة أهم بقى لأن المنافذ كانت بدأت تتعصر أي قمنا احنا كمان عاملين السنة الدورة اللي فاتت دي أخذنا قرار كمان عشان نسوي المدينيات بتخفيض 50% للمنافذ من القيمة الإجارية بتاعتها عشان كان عايزين يرفع الأسعار قلنا لا إحنا لنتحمل ونخفض ده قرار رسمي موجود من مجلس الإدارة مش مثلا لمدة 3 شهور أتعرف دكتور سعد بتفكرني بإيه أما كابتن صالح نزل لانتخابات تاني مرة كان الهجوم كابتن صالح هيغلي الاشتراك على الأعضاء يعني قلت حاجة هنا بقديني فرصة تكلم فيها لأنه مهم ما أنا حقول لك قال له كنت بديري النادوة فتقول له يا كابتن قال يعني هنقولهم الحقيقة قلت له خلي بالك أنت نزل في انتخابات بس يعني شوف قال لي هقولهم الحقيقة فروح تقاري السؤال كابتن صالح في سؤال من الأعضاء هو أنت صحيح هتغلي الاشتراكات قال لي مش أنا اللي هغلي مش قال لي قال لهم قال لهم والله لو أنتوا شايفين نادي مش محتاج تطوير لو أنتوا مستوى الخدمات عجبكم لو أنتوا مستوى الصيانة عجبكم لو أنتوا لو أنتوا خلينا زي ما لكن لو عايزين حاجة تليق بيكم ويحصل تطوير ويحصل نقلة في النادي أنتوا اللي هتقول لي غلي الاشتراك عشان تقدر تعمل لنا كده اكتسح الانتخابات دي للثقة والمصدقية وتحمل مسؤولين المشترك في الحقيقة حضراك لمست حاجة كابتن عادلي يعني في الحقيقة جبت رمزنا الكبير كابتن صالح اللي كلنا بنفخر به وبنفخر وهو جزء أصيل من مبادئ النادي الأهلي ومن تاريخ النادي الأهلي في الحقيقة كمان قلت انتوا عايزين حاجة تليق بيكو وتليق بينا كنات مش تليق بيو ما احنا في النهاية احنا كمان أعضاء احنا كمان في النهاية قبل ما نكون مسؤولين احنا أعضاء احنا النهاردة فخورين جدا بأسوار النادي الأهلي اللي عززت هوية وقيمة النادي الأهلي لما تروح مدينة ناصر الناس تقول وبعدين ده كمان هوية النادي الأهلي طول عمره الأول لازم سؤال مطروح لان النادي الأهلي هو أفضل نادي يتفاعل مع المتغيرات بتاع البيئة اللي هو فيها ايوة وبسرعة حركة التطوير اللي احنا قدناها لاني شايفين حركة التطوير اللي بتحصل في الرياضة لن يمكن السبات والاستقرار وانك تبقى في المنافسة انا هقول حضرتك على حاجة يعني موجودة في الساحة نتيجة لانها لم تتفاعل بشكل جيد مع التغيرات اللي بتحصل في المجتمع المصري وفي كل المجتمع الرياضي العالمي على فكرة كلمة دي كانت وقدة بطولات كلمة هتوقف عندها لان ما كانش ممكن نادي الأهلي يقف جامدا في مدينة نصر تحديدا ومسألة الجراش والأسوار والبوابة وبتاعه وهو يرى الدولة وحجم اهتمامها بتطوير هذه المنطقة والكباري والأنفاء والسيولة اللي عملتها وهنا وهنا هروح دي هتخليين ألفه انت قلت كلمة مش عايزة نطاه هتخليين أنسى لما تقول ان كان قاعد جنبك مسؤول كبير قالك اللي بتعملوه في النادي الأهلي ده يعني عكس على الرياضة إيجابي وأنا مش متخيل حجم الانجازات اللي اتعاملت هنا وأتوقع المرضوط بتاعها الرياضة طب ليه الناس مستغربة كمسؤولين حتى أو جزء من المسؤولين النادي يقول لك أقفوا جنبنا عشان أقدر أكمل هذا التطوير يعني طبعا أنا قلت حاجة مهمة ويمكن قلت أرقام الناس ما أخذتش بالها منها الفرع التجمع فرع التجمع وأرجو من السادة المشاهدين وجماهيرنا اللي احنا بنفتخر بيهم وعضاءنا أيضا الميزانية ده جزيرة هنا المشروعات المشروعات اللي مصروفة على التجمع لحد دلوقتي مليار مليار مية واحد وثلاثين مليون جليل بمتضمنة طبعا قيمة الأرض قيمة الأرض وفي حاجة مهمة جد نا أنه هو التجمع ده يا دكتور احنا لما بناخد الأرض الأرض بتبقى ملكنا مش بناخد حق انتفاع زي ما عملنا في الشيخ زايد وزي ما عملنا في مدينة نصر جدا جدا ولما بنقعد قدام أي حد بيتفاوض معانا على الدخول في شراكات استراتيجية بيتعجب لما قلنا ايه طب والأصول دي بتاعت مين والأصول دي مملوكة للنادي الأهلي ده فعيد تمان ومدفوع تمانها بالكامل ومعانا مش تخصيص اه مش تخصيص لنا فده رقم كبير جدا ويمكن احنا يعني حاولنا برضو يمكن الناس بتسألنا ساعات طب ما قصوا انتم بتاخدوا جزء من التمويل اللي جاي لكم من الدولة بنقول لهم أسفين احنا وناخدش من الدولة حاجة على الرغم ان احنا طلبنا الجهة الإدارية من فترة ان هم يعني المشروعات دي بتعود بالنفع على الرياضة لان 50% من لعيب المنتخبات الوطنية هم من أبناء النادي الأهلي ويمكن احنا شايفين منتخب كرة القدم والمشكلة بتاعت كاس العالم للأندية ودي لو سمحتونا برضو ننوه فيها لجماهيرنا ومشاهدنا لا في الحقيقة احنا ما أخذناش من الجهة الدرية اللي قد دي مدينة نصف الجراش ولا التجمع ده حضرتك برضو التجمع هو نفس الأصوار اللي موجودة الهوية واضحة نفس الهوية بتاعتنا نفس الصور ده حضرتك ده التجمع ده المبنى ده المبنى الاجتماعي وده هيبقى أفخم مبنى اجتماعي في جمهورية مصر العربية على 3200 متر وزمانتو شايفين حضرتكو المراحل متقدمة جدا تمام هنبدأ يعني الملاعب زمانتو حضرتكو شايفين برضو موجودة البنية التحتية بالكامل الحمد لله المرحلة دي دي بشرة والمبنى الإداري ده في حاجة تانية كمان بشرة الأول دي المجتمعات العمرانية الجديدة سواء في العاصمة أو في التجمع انه يعرفوا انه بتعمل نادي شكله ايه ويلحقوا بقى قبل الأسعار في حاجات يمكن ده المبنى الإداري بتاع التجمع وده خلص بالكامل وعلى فكرة احنا احتمال نطرحه في القريب العاجل للبنوك برضو عشان ننمي مواردنا بسرعة عشان ما نخفف على الموازنة بتاعتنا بقى عندنا إرادات كتير ويبقى كمان في نفس الوقت ما بنلقيش بقى أعباء كبيرة على أعضاءنا يمكن المسجد بالكامل المسجد على فكرة في التجمع بنسبة 95 وقف على الموكت بس عشان نفرشه ويمكن احنا كمان عاملين حاجة جميلة قوي لأعضاء النادي الأهلي وده أنتهز الفرصة أن احنا فتحين للمساجد الأربعة في الجزيرة هيتم تطويرها في مدينة نصر هيتم تطويره خدنا الرخصة رسميا لمسجد الشيخ زايد الأسبوع قبل الماضي وفيه مسجد بس هيتعمل حاجة كبيرة حاجة كبيرة ومسجد كامل بالخرصانة كامل وخدنا الترخيص وأسندنا لأحد الشركات الوطنية مسؤولية الإنشاء الحمد لله فده برضو خبر يمكن احنا حبينا نقول حضرها قلت حاجة مهمة الاشتراكات احنا اي نادي و اي نادي رياضي الاشتراكات بتمثل جزء مهم جدا 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 في ميزانيته طبعا لأن النادي مبني على أعضاء احنا الحمد لله في النادي الأهلي عندنا قدر كبير جدا من التمويل من الاشتراكات بيصل الى 112 مليون جنيه بس ده بيمثلي كام من الإرادات بتاعتي من إجمال الإرادات بيمثلي 13% 13.2% وبيمثلي 10.1% من المصروفات يعني بيغطيلي مصروفاتي 10% من المصروفات يعني أنا بقى بجيب بقية مصروفاتي ده المصروفات اللي هي مليار 88 مليون جنيه بجيبها من التمويل ازاي ودي تعكس في الحقيقة كفاءة إدارة عمليات التمويل لمجلس إدارة دي برضو حاجة مهمة يعني احنا عندنا موازنات صعبة قوي يعني الناس ساعات يقولوا ما الأهل غني النهاردة مفيش نادي النهاردة الناس بتتعجب يعني احنا كنا ممكن نخش نقدم على جائزة الإبداع الرياضي لأفضل فريق الرياضي أفريقي بس ماينفعش اللايحة بتمنع انك تترشح شفائتين من الجائزة وخبال حضرتك لأن انت النهاردة الانجاز اللي انت عملته 19 ده في 8 شهور لن يتحقق في تاريخ القارة الأفريقية مرة تانية يبقى عندك بطولتين في 8 شهور تصرع عليهم تطلع عليهم بطيران خاص بشكل مستمر طب الناس هقول الطيران الخاص ده ترفيه ورفاهي خلي بال حضرتك الرحلة بتاعت الطيران الخاص دي بتوفر لي في الإقامة احنا بنحسبها بكل مالين بيتصرف مننا بنقعد نحسبه بشكل كبير جد زي ما قلنا الأسعار غلت بدل الكاراتي انت تعرف ان في عندنا أسعار بتقل ودي الظاهرة عمرها ما بنسمحها لان احنا صدقين لان احنا بنحاول ان احنا كمان نجيب أسعار يعني عندنا التشيرت كنا بنجيبه بتسعين جنيه بقى سبعة وسبعين جنيه عشان نكون صدقين ليه لان احنا بدأنا نغير في فلسفات عملية الشراء تمام ونشتري رصيد بالنسبة لنا كبير ونشتري لكل الفرق الرياضية وفتحنا فروع كبير عشان نغض فالكميات بتنزل السير يعني احنا بندير كل جنيه عندنا بفلسفة تزود العقد على الاستثمار فالناس لا تعتقد ايوة النادي الاهلي كبير النادي الاهلي عنده اكبر ميزانية ما احنا عندنا اكبر عقود رعاية بس خلي بالكم احنا عندنا اكبر فرق رياضية احنا حد يعرف ان احنا عندنا 55000 مشارك في الاكاديميات الرياضية 55000 مشارك في الاكاديميات الرياضية هذا رقم ضخم جدا كلهم من اعضاء النادي ولا معظمهم الغالبية العظمى من اعضاء النادي وفيه في بعض الرياضات بتبقى قصرة على أعضاء النادي. يعني فيه أكاديميات كرة القدم. إحنا كمننا عشان عندنا فروع في المحافظات. فبنفتح. وده دورنا المجتمع. دورنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع ببعض برضو. عشان تبقى الأمور متوازنة. إن النادي الأهلي فقط بيتحمل مسؤولية تجاه مجتمعه. مش بس إنه هو. وعندنا إن شاء الله المسؤولية المجتمعية. مؤسسة الأهل المجتمعية. هيبقى عندها إن شاء الله مشروعات أيضا تخدم المجتمع المصر. الاشتراكات نرجع تاني الاشتراكات. أنا قلت لحضرتك يا بتمثل عندي 13.2 من 10% من إجمالي إراداتها. لكنها بتغطي لي 10 أو شوية من المصروفات بتاعتي. فأنا بجيب 90% نيجي برضو وقولك ما أنتوص لأنتو ممكن تاخدوا الفلوس دي وتحطوها تصرفوا فيها على الفرق الرياضية. لابد. لأ ده الفرق الرياضية. إحنا عندنا كرة القدم. وأنا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا. إنه كرة القدم أقرب منافسيني. ثلاث أضعاف. هي ثلاث أضعاف أقرب منافسين. أنا الأعلى في السوق. وخلي بالح حضرتك. الإنجاز الرياضي بيزود القيمة. يعني إحنا رح ينكسل عالم للأندية. الحمد لله بيعين الرعاية. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة قيادة الكابتن محمود. وبالتعاون مع أمين السندوق ومجلس الإدارة. في الحقيقة إحنا بيعين الكاس السوبر بضعف المرة اللي فاتت. بيعين وبدعف. بس مش عايز أقول الأرقام. لأن دي سرية عقود وموقعين اتفاقات سرية عقود. النهاردة الشركة اللي خدت رعاية كاس السوبر. عندها رغبة حسيسة في أن تخش في شراكة كبيرة مع النادي الأهلي. نتيجة لنجاح تجربتها في كاس هي أول مرة تحطعت شركة. وأول مرة تخش تصول مصر. وتعجبت من حجم من حجم الهدد فعل. خدت في أول يوم سبعة مليون وثلاثة من عشرة. بقت بتتعجب. انت أخذت عدد وعي بالعلامة التجارية احنا بنقيسه. ويمكن احنا تفاكر لما كنا بنقيسه زمان. أيام ما كنا في الإدارة على التسويق. عاد عاد زي ما تديك حققك في الحتة دي معلش. الدكتور سعد يا جماعة. عشر مليون في أول فيديو طلع للشركة اللي حقلت حقق الرعاية. وخبال حضراتك. إن الشغل مش عشوائي. ما تشوشارش. الدكتور سعد يا جماعة. ما كنا في إدارة التسويق. بقياس حقيقي للقيمة تسويق للنادي الآلي. كانت يسبقها دراسة علمية. بتوصلنا إلى نتائج. وبتوصلنا إلى مقترحات وسياسات. فالعلامة التجارية. أما يقول لكم. المعيار خدو بشكل علمي مطلق. ولذلك يمكننا هرجع تاني. الحاجة اللي ذكرها كابتل عاد لي هنا مشكورا. هي دي النادي الأهلي. الأعضاء هنا في المذكرة اللي هم بعتوها لي. قالوا لي إحنا عايزين كمان في التطوير بتاعنا. يبقى عندنا مركز قياسات. وعايزين أخصائي تغذية. لأن المنهج العلمي هو الفيصل في نجاح. دي طلبات العداء. دي أحد الطلبات. يعني أقول لك برضو مدى التناغم في منظومة النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي هيفضل ما تخافش على الأهلي. ما تخافش على الأهلي بجمعية العموية. ما تخافش على الأهلي بجماهيره. تخافش على الأهلي مجلس إدارته. ما تخافش على الأهلي بولاد النادي الأهلي. فأنا جيت عادت مع كبت الرؤوف النهاردة في الحياة. تقولوا إحنا عندنا مجموعة من الطلبات لازم نشوفها. إذا كانت عندنا أهلا وسهلا. مش عندنا نعمله. لأنها طلبات منطقية. فقال لي يا دكتور سعد. أنا هبعط لك تقرير على اللي عندي. أنا عندي أستاذة. أستاذ دكتور. أستاذ متخصص في التغذية من جامعة عين شمس. ده أحد أعضاء الجهاز. بتاع جهاز السباح. طيب إحنا عندنا كمان محتاجين أن إحنا عندنا أخصائي لياقة بدنية. عشان يعمل عمليات الإطالة والإحماء. الناس برضو ده فكرة محترمة جدا. لازم إحنا نستجيب لها. قال لي إحنا عندنا ستة أخصائي لياقة بدنية في الجهاز السباحة. ودولة واخدينهم وفقا لمعاييرهم. وكان الإخترعات خاصة بالسباحة. كان خاصة. يعني أنا بدي لك بس أنا بدي كده. هتلاقي نفس الشيء في البيت الفرق. الحاجة اللي قال لي عليها النهاردة لمركز القياسات. إحنا كان عندنا مركز قياسات في مدينة نصر. وتم يعني عدم الاستخدام والفترة معينة. وإحنا دلوقتي يمكن أول القرارات اللي إحنا أخذناها عادة تطلول وتأهيل. ورفع كفاقته عشان نفعل مركز القياسات بتاع مدينة نصر تاني. بالنسبة لنا مهم جدا. ويمكن برضو الجيم بالمناسبة في زايد. إحنا برضو مجلس الإدارة أخذ قرار بالاتنين الجيم اللي موجودين في الشيخ زايد. فأنت النهاردة الأهل ما تخافش عليه. ليه؟ لأن كله حريص على حاجة واحدة. بس نادي الأهل. لأ. ونت قلت جملة تاني. إحنا بنستدعي المستقبل. ما بنستنهوش. لأ. ما بنستنهوش لما يجن. لأ. إحنا بنروح له إحنا. وبنسبة. ما شاء الله على الشاشة. يمكن شايفين الأربع فروع وحركة العمل فيها في كل حاجة. وده خلينا نرجع تاني لفكرة حق العضو يا دكتور. في هذه المواقمة. إيه درجة الرقابة على أسعار الخدمات حفاظا على حق العضو؟ إحنا عندنا إدارة خدمات. وفيها في الحقيقة زمل عفاظ المتمتعين بكفاءة. ومش بس. إحنا تسكتين أن هم يقوموا بعملية الرقابة ويبلغونا. وهم مدربين ومؤهلين. لا. ده إحنا بنستدعيين الشركتين كبار. بيعملوا عملية مراجعة دائمة لمستوى جودة الخدمات المقدمة. والالتزام بالاشتراطات الصحية لكل الخدمات التي تقدمها المنافس داخل النادي الأهلي لأعضاءنا داخل النادي الأهلي. ده مستوى مهم جدا من الرقاب. على فكرة يمكن فيه فترات برضو ده بالنسبة لنا مهم جدا. يعني إحنا ساعات نقف المنافس منعه من الدخول غلق. خرج بره. لأنه خرج بره. جالي بس تقريب بيقول لي ما كتبش تاريخ مثلا كذا كذا كذا. أو استخدم بعض المنتجات اللي مش موجودة المصدر الرسمي بتاعها فين وفين. لا 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 عندنا العملية دي صارمة وحاسمة وحازمة. كويس. تمام؟ كويس. لكن بيقابلنا بعض التحديات. مشكلتك في بعض الأحيان أنك حريص على التزام بحاجة واحدة بالقانون. طبعا. حريص على التزام بيه؟ بالقانون. وده أحد نقاط قوة النادي الأهلي. أن الأهلي يحترم القانون ولا يحترم مجهة النظر الشخصية. اللي يحب تقول إيه؟ تمشي عليه. القانون بيقول إيه؟ تمشي عليه. يعني قانون المنازدات والمناصات ده أحد الأشياء الرئيسية اللي احنا بنلتزم بها عند طرحة أي منفذ. القانون يقول لك أنك لازم لما تيجي تطرح طرح جديد. وجدد التعاقد لابد من زيادة 10% على الأقل عن العقد السابق. يمكن أنت تفتكر مع شركة الملابس زمان أيام ما كنا بنجدد وحصلت الحاجات دي. فأنت بتضطر إيه؟ تلتزم بالزيادة. بس أنت بتحاول تعالج الزيادة دي مش تبقاش على حساب مين؟ العضو. زي ما أنا قلت كده. يعني مثلا منفذ من المنافذ بقاله أربع سنين. ما زودش الأسعار بتاع الخدمات. فبيتجيب لي. وأنا هتطلو شرط أن الزيادة بعد أربع سنين. ما تتجاوزي. ما تتراوحشي. يعني تبقى في 10% على 15%. ولذلك إحنا لما جينا نزود أسعار الاشتراكات بتاعت الأكاديميات الرياضية للأنشطة الرياضية. برضو كان عندنا دراسة. مش مزودينها عشوائي. يعني أقل الزيادة عندنا كانت 18% وأعلى الزيادة كانت تقريبا 36% حسب طبيعة النشاط وطبيعة الرياضة. يعني فيه رياضات ممكن تلاقي ناس من الاشتراك في الأكاديمية ألف جنيه وشوي. ماشي لأن طبيعة الرياضة هي طبيعة عالي. تشوف منظر حمامات السباحة الجديدة. ما شاء الله بقول لك إيدي. وانا فنضق. فده طبعا إحنا. لا بس خلي بالك هل ده. ولذلك الكابتن محمود دايما يقول لنا إيه. إحنا هنزلين نشتغل أكتر. يعني لما نخرج. حتى وانا يعني أنا خلصت الجائزة قال لي أنت هتسافر إمت. وقالت له إن شاء الله. يعني إحنا مخلصين الساعة 12 ونص كده. وروحنا للجناح المصري في إكسبو في الحقيقة. وده كان حاجة جميلة جدا بالمناسبة. وكان حريص عليها الكابتن محمود لأنه قام من البدري عشان يريد. الكلمة اللي ألقاها نيابة عن الفائزين في الحقيقة. فأصر أنه يروح الجناح المصري. في الحقيقة روحنا برضو الجناح المصري وخلصنا. قال لي بعزين نرجع عشان عندنا شغل كتير. وهو على فكرة هيرجع بكرة. هو في سلسلة اجتماعاته. ويمكن الصور النهاردة طلع. هو كان مع رئيس هيئة الهجرة. وخدمات الأجانب النهاردة. عشان عايز دايما الكابتن محمود يبص للمستقبل. ما بيستنهوش. عشان لما نروح كاس العالم والظروف تسمح أن يبقى فيه حضور جماهيري. الترتيبات تكون إزاي؟ الولاد بتوعنا لما يروحوا ويسافروا. والشركة الأهل للخدمات قد تقدم خدمة في الظروف اللي تسمح بيها الدولة المضيفة لهذه البطولة. فكان بيتقابل مع كل القيادات وكان مرتب جدول مواعيده. كان كمان بالمناسبة راح تابع الملعب اللي هيبع عليه تدريبات الفريق. وبيتابع مع كابتن سيد عبد الحفيز وجهاز الكورة. بيتابع أيضا الفنادق. فإحنا في عمل مستمر لأن إحنا ما عندناش وقت. حركة التطوير أيضا وهي الكلمة الثالثة تاريخ مبادئ تطوير. إحنا يا دوبك أول جلسة أول جلسة كان صادر فيها ست قرارات. ملعب السكواش في مدينة نصر. الجيم فيه الملعب البدل في مدينة نصر. تمام ده برضو في مدينة نصر. السلم الكهربائي في مدينة نصر في جراش مدينة نصر. رحنا بقى على زايد المسجد في زايد حمام السباحة في زايد. الاثنين جيم في زايد منطقة أماكن انتظار السيارات الجديدة في زايد. رحنا على التجمع والانتهاء من المرحلة ووقعنا البروتوكول رقم ثلاثة. أقول لحضرتك رقم. وقعنا البروتوكول رقم ثلاثة مع الهيئة الهندسية المصرية. التي تتبع قواتنا المسلحة المصرية والتي نفتخر بها بقيمة البروتوكول رقم ثلاثة. يعني عملنا بروتوكول واحد وبروتوكول اثنين وبروتوكول ثلاثة. رقم ثلاثمائة وسبعين مليون جنيه. كلمني يعني بروتوكول. البروتوكول اللي هو بيمثل العقد التعاقد على كل مرحلة من المراحل اللي بيتم تنفيذها في مشروع التجمع. تلت مرحلة يعني. تلت مرحلة. المرحلة رقم ثالثة اللي تجتمل الملاعب الرياضية. اللي احنا عرضنا دلوقتي اللي هو المبنى الاجتماعي بثلاثمائة وسبعين مليون جنيه. وبتكلم مع مين؟ مع الحقيقة الاندسية حاجة. كلمة فيها سيف والتزام وعمل منضبط. التلاتة بروتوكول دول بقى قيمتهم ايه؟ التلاتة بروتوكول دول يعني قيمتهم اعتقد انا عشان بس ما الزاكرة ما تخنيش. يعني. تمنويد. لا احنا عندنا المرحلة الاولية. 96 المرحلة الاولى. المرحلة التانية 200 وشوية. وعندك 370. ولذلك انا قلتلك ده كان شامل مليار ومية واحدة تين مليون جنيه. شامل قيمة الارض بتاعة المشروع. فده حاجة. انا بتكلم عليه زائد قيمة الارض. فده يعني ايه؟ واحنا ماشيين كده بنسرد الطريق بيتفتح قدام مننا. لان نادي الاهلي كبير. عنده موارد مليئ هي الاطخم نعم. عنده مصروفات هي الاعلى نعم. عنده مستقبل مشرق نعم. هو بيقود حركة تطوير حقيقية تخدم ابناء النادي الاهلي. ولكنها في نفس الوقت تخدم الرياضة الوطنية المصرية عبر المنتخبات. الحمد لله عندك النهارده 19 لعبة بتمارس في النادي الاهلي. الحمد لله بفضل ربنا. ولذلك احنا دلوقتي بنعمل عملية تطوير للمستقبل. لما بنبص كده الناس برضو بتقول انتوا بتعملوا شركات ليه. لما تمانتوا نكحين في إقدارة مالية. اه صحيح عليكم التزامات كبيرة. ومحتاجين ان انتوا كل شوية تعيدوا النظر في استراتيجياتك بتاعت التمويل. واستراتيجيات التسعير في النادي. تعيدوا كل شوية تبصوا عليها. عشان انت ما بتقفش. ايوه ما احنا عندنا شركات النهارده عشان قطاع كرة القدم بقت صناعة وعيدة. احنا مش عايزين نقف عند فلسفة ان الاهلي مؤسسة اهلية ذات نفع عام. لا عايزين نعمل شركة. تبقى شركة بتستهدف الربح. بتعظم ارباح وقيمة العلامة التجارية لكرة القدم. بتستخدم القرس بتاع كرة القدم الكبير. المفهوم العلامي لإدارة كرة القدم. الاستراتيجيات اللي ماشية في العالم في إدارة هذه الصناعة الضخمة الكبيرة. عشان برضو ايه يبقى عندنا فصل. يبقى عندنا امور اكثر شفافية واكثر نزاهة واكثر عدالة فيما يتعلق بعمليات الإدارة المالية الكبيرة. لان احنا شايفين. زي ما احنا نعملين نقول ارقام. يمكن الناس لما بتقعد معنا وتسمع الارقام دي بتقولين. لا لا لا. ده فعلا مؤسسة عملاقة. انا كان عندي مدخلة مع احد القنوات العربية مبارح. عشان الكاس العالم للاندية. لما الناس بتسمع. الناس مش واخدة بالها فهمة. شايفة الاهل كبير بجماهيره لكن مش شايفة كمان المنظومة المالية والجهد الكبير لمجلس الإدارة. اللي قدر يحقق الطفرة دي بقول لها حضرتك لما تعدي على الأسوار النهاردة. قناة النادي الاهلي. احد الأصول التاريخية الكبيرة. اللي نجح مجلس إدارة النادي الاهلي منذ ايامل كابتن حسن حمدي. وانحمد لله مستمر التطوير في قناة النادي الاهلي. احنا كنا عندنا فترة عندنا تعصر فيها. ثم القناة النهاردة بتمر نهاردة تخطيط الحفل جائزة محمد بن راشد. انا بالمناسبة على الهوى. بقول لها انا جاي لي ايميل من الجائزة النهاردة. بيقول لو سمحتوا احنا يعني كنا فخورين بتخطيط خناة النادي الاهلي. والمركز الإعلامي للنادي الاهلي. ده خبر جميل لله. وعايزين المحتوى لو سمحتوا. لانه احنا تابعنا في الحقيقة. وفيه ترافك عالي على القناة وعلى المركز الإعلامي عندك. فمحتاجين المحتوى ده يبقى واحد من أصول الجائزة. بسم الله ما شاء الله. هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. هو ده الكابتن محمود لما يطلع ويتم اختياره في حدود. وده بس بيعكس تكاتف كل حاجة في النادي الاهلي مع بعضها. يعني القناة وإدارة القناة مع النادي خرجوا بهذا النجاح اللي ساب هذا الانطباع. ولما احنا قلنا هنأخذ هنقدم ملف اسمه المجموعة الاقتصادية للنادي الاهلي. الأزرع الأربعة لهذه المجموعة. الناس بدأت الناس بتفكر ازاي. وبالمناسبة تم اقرار أن تجربة النادي الاهلي سوف يكون لها ندوة في جائزة محمد بن راشد. لتستفيد منها الاندية العربية. الله أعطو. لازم هيتعام النادوة. تعرض الاهلي يعرض تجربته بقى عشان تتنقل ازاي. لأن من ضمن أهداف الجائزة يعني صاحب السمو الشيخ محمد وإحنا حطين في اللواح بتاع النادي الفنية. لابد أن يتم استثمار التجارب النجاحة والمبدعة في خدمة المنطقة العربية عشان الكل ينهب. ففي الحقيقة ده كان حوار ما بين كابتب محمود ورئيس مجلس الأمن. قال له إحنا فعلا عايزين يبقى فيه بريزنتيشن للتجربة بتاعت النادي الأهلي. عشان أكبر عدد من الأندية الرياضية إحنا كنا محافظين على سرية الملف ما كناش لأن ده ملكية فكرية بتاعته. كان مفاجأة اختيار كابتن الخطيب أو نادي الأهلي لأنه يلقي كلمة المكرمين. يعني كنتوا عارفين وانتوا رايحين أنه ده حيحصل. كانت مفاجأة وهم في الحقيقة خلينا نقول أن دبي هي مدينة مبدعة وتستسمر كل الرموز العالمية. يمكن ده كانت أيما جابوا ديوجو أرماندو مارادونا عشان نشايفين إحنا كأس اسمها جائزة جلوبر سكر الإسبوع من إسبوعين مؤتمر الاحتراف الرياضي. فبيختاروا الرموز التي تضيف إلى دبي قيمة فكان هو لا يمكن أن يضيف إلى دبي قيمة غير كابتن محمود ما احترمنا وتقدرنا فيه. وده كان واضح قوي قوي في الحفل في الحقيقة وفي التخطية وفي النهاردة. ويمكن أنا بهرج معهم بقول لهم على فكرة إحنا واخدين جائزة مالية. بس إحنا كنا مفروض العشرة مليون درهم كلهم نخضهم إحنا كنادي أهلي. لأن إحنا عملنا لكو ترافيك لحد دلوقتي معدل 34 مليون. فنحسبها بقى كل مليون ب45 دولار. فنحسب كل ألف ب45 دولار. فنحسبها فدحكوا. قال لها دكتور سعد انت مش تسيبنا لما تاخد كل حاجة وتمشي. فإحنا في الحقيقة نادي أهلي. وإحنا ممكن نقول قيمة الجازة ولا مشيه؟ يعني خلينا. لا قيمة الجازة القيمة برضو قيمة نحن راضيين قيمة مالية. الحمد لله تم تحولها لمزانية النادي الأهلي في الحقيقة. وأيضا نتخلي بالك مين اللي كان معاك. تاني أكبر اتحاد في العالم. وإنت حضرتك بتسألني سؤال مهم جدا. ومين كان الحضور؟ يمكن أن بعض الناس مش عارفة مين اللي كان الحضور. حاضر رئيس الاتحادات الدولية لإسواف. رئيس الاتحادات الأولمبية الصيفية. كل الكرة القدم واليد والسلة والطيرة. وكل ما هو اتحادات تحت اللجنة الأولمبية. كان رئيس اللجنة قاعد. كان ممكن يتم اختياره في الحقيقة. كان معانا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. كان موجود رمزنا الكبير أستاذ الدكتور حسن مصطفى. وبالمناسبة عضو مجلس أمنا موجود في الجائزة منذ أن تم بدء الدورة الأولى. بتتكلم حضرتك عن رئيس وزراء باكستان. وهو واحد من الرياضيين. ويمكن كان حتى قالوا. إحنا ياريتنا كنا عملنا فيلم. بس الوقت ما سعفناش. كنا عملنا فيلم تسجيلي عن النادي الأهلي. كان يجب أن يزعف حفل اللي في التحامل. أنا بقول أسرار لأول مرة يعني. ما عرفش حتى يعني. ده كان مدى يعني. إنه ما يتقالش. لكن في الحقيقة. الكلمة اللي قالها للكابتن الخطيب. يعني كانت موجزة. وموحية. ومعبرة عن الموقف. وبدون إطالة. هو قاعد منامش طول الليل من ساعة معرفة. على فكرة كابتن محمود. ما نامش اليوم ده. ده تكريم في حد ذاته. لأنه قاعد أخذ الورق. وقاعد يكتب. وقاعد يراجع ويشتغل. ويمكن فيه صورة. احنا بنرجحها تاني الصدر. ورجعنا عدلنا. قال بس أنا عايز إيه. لما جاء عند كلمة. يعني صاحب السموه محمد بن راشد. وأن قيمة الجائزة. بعدما كتب وخلصنا واشتغلنا. من قيمة صاحبها. ومن قيمة صاحبها. رجع تاني قال لا أنا عايز أقدم حاجة على حاجة. ورجعنا برضو عدلنا. وطبعا كان مجهد جدا جدا جدا. لأن طبعا ده أعتقد تقدير. يضاف إلى التقدير اللي احنا أخذناه. أن كابتن محمود يلقي كلمة المقرمين. في الحقيقة ومبعدين كان فيه أربع مقرمين. كان لهم تخصيص. لو أنتو حضراتكو أخو صاحب أخو الأمير. أمير دولة قطر كان موجود أيضا من المقرمين. اللجنة الأولمبية القطرية. لأنها في الحقيقة عاملة إنجاز كبير. وكان أحد الملفات بتاعتها كاس العالم 20-22. وده واحد من الإنجازات الضخمة في الحقيقة. لما تيجي بقى تبص هنا وتقارن بقى. دولة بينين 12 استاد. وتبص تحط النادي الأهلي. لقد تلاقي النادي الأهلي. وقف على رجليه كويس قوي. وكان مشرف ليه. مش بس الدولة المصرية. ولكل العالم العربي والجائزة اسمها. أفضل مؤسسة رياضية عربية. تمام؟ كان معنا مين؟ صاحب أيضا معالي رئيس وزراء باكستان. لكن هو أجل عشان زيارة كانت رسمية. ده كان لهم الأربعة اللي سلمهم جائزة. شرفوا بتسليم الجائزة. من ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. هو اللي سلم في الحقيقة كابتن محمود الجائزة. جائزة رائعة يعني. الحاجة التانية. كان معنا أيضا الاتحاد الدولي لكرة اليد في الحقيقة. وده تاني أكبر اتحاد دولي. أنت عندك النهاردة ألمانيا الوحيدة. النهاردة معدية مليون وستين لا ألف لاعب في مسجلين في الاتحاد في كرة اليد. يعني اتحاد ضخم جدا في الحقيقة. دكتور حسن مصطفى عمل فيه تطوير كبير. لا ده حاجة إحنا كنا فخورين بيها جدا. ده الحادث اللي نظمه ده نقلة. طبعا بالنسبة لنا كمان مصر في الحقيقة كانت الحمد لله أن الجائزة كانت تحت عنوان جائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد. النتيجة عن تنظيمه لبطولة كأس العالم في جمهورية مصر العربية في الحقيقة. احنا كانت مصر نصيب الأسد وده كان يمكن حوار ما بين صاحب السمو الشيخ حمدان والكابتن محمود. قال له مصر عزيزة على كل إماراتي وستظل عزيزة وغالية على كل إماراتي. فمصر كبيرة كبيرة برموزها كبيرة بأنديتها في مقدمتها النادي الأهلي في الحقيقة. بمناسبة الجائزة والفايزين بيها الحياة خلينا نقول البطلة المصرية في ريال أشرف ألف ألف سلام عليها. هي كانت مسافرة عشان تكرم ولكن دهمتها الفيروس كورونا. غابت عن حفل الافتتاح عن حفل التكريم. كمان غابت أعتقد كان المفروض يكون فرحة النهاردة. 13. أه أعجل فرحة ولا زالت في العزل. هناك في العزل في الحقيقة هي فعلا كانت معانا البطلة المصرية. تكرمها كان برضو عشان المشاهدين الكرام أنا بحيي أستاذ بريم على اللافتة الجميلة الإنسانية دي. ولافتة وطنية أيضا. وده دورنا كنادي أهلي في الحقيقة. أن في ريال كانت مقرمة عن فوزها بالمديلية الزهبية الأولمبية. يعني حاجة تكريم 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 مدلية أولمبية الزهبية. تستحقه وفي الحقيقة إحنا كنا بنعمل مسحة كل يوم في القتيل. يعني عشان الحفل والتصادف النفريال يا ربنا يقومها بالسلامة وترجعه. وكان فعلا فرحها النهاردة وتم تأجيله. غابت عن الحفل وغابت عن الفرح. وكان فيه عملة أنا بقى يعني هعكس الكابتن عدلي عشان نعرف أن الأهلي دايما سابق. هو أخذ مني عملة تاريخية بتاعتنادي الأهلي في تكريم وهو كابتن محار. هناك في دبي عملوا عملة تاريخية في الجايزة وقدموها 50 درهم من الفضة. فعملوها وكانت حاجة جميلة برضو. فإحنا يعني برضو إيه دحكنا مع بعض كده هناك وقلنا إحنا سابقين. برضو في فكرة العملة. في فكرة العملة إحنا برضو عاملين حاجة كويسة. وكنا سابقين وعملين مش فضة عاملين فيه دهب وفيه فضة. فبردو دايما الأهلي أفكاره مبدعة دائما يصبق بأفكاره ويجري إلى المستقبل ولا ينتظره. ده مهم جدا. جدا. وأعضاءنا لازم يكونوا حارسين. إن إحنا مش هنستنى إن إحنا المستقبل يجي علينا ونشوف هنعمل معاه إيه إحنا اللي بنروح له. وإحنا اللي بنصنع مستقبلنا. ففي الحقيقة عايزين نستمر بقوة في صناعة مستقبل. يليه بقيمة ومكانة النادي الأهلي وتاريخه العظيم. اللي صنعه برضو جمعيته العمومية. واللي صنعه جماهيره. واللي صنعه لعبته. واللي صنعه إقدارته. وأيضا إنه هو في دولة عملاقة. أيضا هي جمهورية مصر العربية بتشهد عملية تطوير يشهد بيها كل العالم. النهاردة ملتقى شباب العالم النهاردة أعتقد إن إحنا فخورين بكل الناس اللي بتتكلم عن التطور اللي بيحصل في جمهورية مصر العربية. والنادي الأهلي هو جزء رئيسي في هذا التطور. إحنا فخورين بيه. وإحنا كمان سعداء جدا بكل هذه التفاصيل المهمة اللي بتطمن جماهير وأعضاء النادي الأهلي على مستقبل النادي. الأهلي دايق من وأبدا يسافر إلى المستقبل وبأسرع مما يتصور البعض. هنطلع لفاصل وبعض الفاصل هنسافر كمان مع الدكتور سعد شلبي إلى أفاق جديدة في المستقبل. أهلا بحضراتكم جديد ومتواصلين معنا الدكتور سعد شلبي في هذا العرض الرائع عن الكثير مما يخص النادي الأهلي سواء أعضائه أو جماهيره. دكتور سعد ملف ضخم بهذه القيمة وبهذا الانضباطية في العمل المؤسسي في أربع فروح كبيرة. حجم العضوية إيه؟ وأليات قبول العضويات الجديدة والأسعار الجديدة. تحب نقول إيه لكل واحد عايز ينضم لعائلة الأهلي؟ يعني في الحقيقة إحنا عندنا طبعا موضوع العضوية موضوع فغاية الأهمية. إحنا في الحقيقة كمان نتيجة للتطوير البنية التحتية اللي حصل عندنا. إحنا تحاولنا يمكن إحنا كنا دايما الأهلي معروف على مدار تاريخه بأنه نادي رياضي من الطراز الأول. في بعض الأندية المنافسة لنا كانت وغدة الشكل الاجتماعي أكتر منها الشكل الرياضي ولها سمعة كبيرة. النهاردة النادي الأهلي في الحقيقة كمان مش بس بقى الطراز فريد في الجانب الرياضي. وإنجازاته الرياضية الكبيرة في كل في طائرة في سلف في يد في سباحة. سباحة كل ده موجود وسكواش في تنس الطاولة ولا آخره. لا ده كمان النهاردة النادي الأهلي بالإضافة طبعا لكرة القدم اللي صنعت جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي. لا النهاردة النادي الأهلي بينظر لوكت معي بمنظور مختلف تماما. وفي الحقيقة ده نعكس الناس برضو بتقول للأهلي بيشتغل ازاي وبينجح ازاي. يمكن أنا في الحقيقة اسمحولي برضو أن احنا دايما قيم النادي الأهلي كده. ندي لكل واحد حقه. كان أول ما رجعت هناك بعد الجائزة بالليل يكلمني كابتن أحمد حسان ميدو. وقال حاجة مهمة قوي في الحقيقة. قال النادي الأهلي هو نادي أوروبي بصراحة موجود في مصر. وفي الحقيقة الكابتن محمود الخطيب يقدم نموذج فريد في الإدارة. وأنا فخور به كلعب كور. ده كان معي في المداخلة وأنا شكرته في الحقيقة على الهوى. النادي الأهلي عشان بيدرس أموره بشكل راسين جدا. يعني احنا مثلا على سبيل المثال. لما فتحنا فرع زايد حصل حراك ديموجرافي سكاني نتيجة الفرع زايد. ومن عندنا احنا كمان في الجزيرة احنا رصدينه كويس. يعني الناس برضو تقول الأهلي بيدرس. لما جينا بصينا في الانتخابات الأخيرة دي. اتلقينا أن أعضاء النادي الأهلي بتوع الجزيرة نتيجة لأنهم راحوا يسكنوا في زايد. ومنهم الكابتن عاد لي طبعا. فحصل هنا تغير ديموجرافي في حركة السكاني. يعني خلي بالك شوف ده تأثيراته ازاي على تحقيق الأهداف بتاعت الدولة المصرية. في عملية التنمية المجتمعية. يعني احنا جلنا تقريبا 3000 وشوية من أعضاء الجزيرة. كانوا موجودين في الجزيرة وفي النطاق الجغرافي بتاع منطقة الجزيرة. واتنقلوا زايد. فهنا ده بيدينا كمان حركة مهمة. خلي بالحضرتك قلت حاجة مهمة. أن عضو النادي الأهلي بقى له نادي في كل مكان في القاهرة. يعني حضرتك تقدر تروح لو في مدينة نص تقدر تروح أهل مدينة نص. لو في زايد تقدر تروح زايد. لو غيرت فكرتك لأن يخلي بالك نتيجة الحركة. الولد عاش في حتة والبنت عاش في حتة والبنت عاش في حتة. في التجمع فهيبقى صعب عليهم ينزل الجزيرة بقى النادي بتاعه في التجمع. ودي في الحقيقة لا يمتلك حد الآن داخل السوق المصري. أو من الآن ديها المصرية الموقرة غير النادي الأهلي. لو قسمنا القاهرة شمال جنوب شرق غرب. انت ليك في الأربع مواقع مقار. أهل التجمع يخدم العاصمة الإدارية لأنه بينه بينه ثلاث دقايق. يعني ده على طول وخلاص يعني اعتبر في امتداد النطاق الجغرافي بتاع العاصمة الإدارية. تمام؟ ده بقى بالنسبة. طب احنا في الحقيقة عملنا مجموعة من التسهيلات في الحقيقة في الفترة الأخيرة للنتيجة الحجم الإقبال الكبير. لأن ده برضو مسؤوليتنا إنه إحنا لأن فيه مشكلة في العضوية في جمهورية مصر العربية. تراجع نصيب الفرد من العضوية في الأندية. احنا دارسينه شوية وشايفينه. يعني كل العضوية اللي في الأندية في مصر التخيل كان. خمسة وثلاثة من عشرة مليون بما فيهم مراكز الشباب. خمسة وثلاثة وعشرة من عشرة مليون هم اللي هم شايفين العضوية اللي موجودة. فأنت بالتالي أنت كنادي أهل. وعشان كده احنا بنفتح فروع جديدة. عشان ندي فرص للناس إن هي تتمتع بالخدمات بتاعت العضوية داخل الأندية الرضية. دي ما الناس بتقول الأهل تم مكان مقر الجزيرة وكفاية. ما بيقول لك أنا عندي زيادة في الإنفاق. وعندي زيادة في الميزانية بتاعت كبيرة. وعندي مصروفات كبيرة قوي. ما تخليك على كنت على فرع. لا إحنا لدينا دور مجتمعي كبير جدا. فمنوفر الخدمات دي. لأن النهاردة معناها إن لما تقسم الخمسة على المية واربعة مليون نسمة. النهاردة تقريبا بنتكلم أنه يعني نسبة كبير وحجم طلب كبير بيحصل على العضوية. خمسة في المية. في ارتفاع في أسعار العضوية. على الرغم وده اللي عامل الارتفاع في أسعار العضوية. إحنا برضو لما بنيجي حتى ندرس الأسعار بتاعتنا مقارنة بالآخرين. ومقارنة بقى بعدد الخدمات اللي أنت بتاخدها. ده خلي بالك فيها أنت النهاردة مثلا. يعني عضو الجزيرة النهاردة أصبح متمتع بخدمات الشيخ زايد. وأصبح متمتع بخدمات مدينة نصر. وأصبح إن شاء الله في القريب العابل. أهل الجزيرة عشان ناسم. مش نادي جزيرة. أهل الجزيرة. الفرق مقر بتاعنا في الجزيرة. مواصل أهلي يعني اسمه دائم. فإحنا كمان إن شاء الله نفتح في القريب العاجل التجمع. فإحنا كان في المجلس الماضي. إحنا أخذنا قرار بزيادة رسوم العضوية 250 ألف جنيه. في الحقيقة إحنا كنا حارسين إن إحنا نعملها من واحد واحد. لكن الجامعية العمومية لما أخذنا القرار من خلال الجامعية العمومية. تم تأجيله الواحد أربعة. عشان برضو نسمح لأكبر عدد بالاستفادة من الأوضاع الحالية. إحنا كمان بنعمل حاجات في الفترة الأخيرة دي. يمكن الكابتن محمود والمجلس الموقر أول جلسة. عملنا عدنا تشكيل لجنة تنمية الموارد. عشان تعمل أيضا بعض العروض الجيدة لخدمات العضوية في النادي الأهلي. بالتعاون مع البنوك الوطنية. ده برضو إحنا يمكن نقلل عنه في الفترة اللي جاي. عشان نزود فترة السداد. لكن عندنا في الوقت الحالي بالنسبة للمجموعات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة. عندنا خمس سنوات ممكن تخش وتشترك على تقصة العضوية على خمس سنوات. برسوم إدارية رسم إدارية. إحنا عاملينه للمجموعات. ولو أنت فرد مش موجود تبع مثلا النقابات المهنية أو لآخره. وبتبقى أربع سنوات. إحنا كمان عملنا حاجة. وإنا بقول لحضرتك كابتن محمود. كان من خلال تواجده في الجايزة بيستثمر كل دقيقة وكل لحظة في الحقيقة. إن إحنا نعمل حاجة جديدة. إحنا إن شاء الله بنفكر إنه يبقى مع البعث إن شاء الله. وابد من النادي الأهلي بالتنصيق مع الجالية المصرية والنادي المصري هناك. إن إحنا هنطلع الناس من هنا تعمل اشتراكات العضوية هناك في دبي للدارية المصرية. وعد من أخذ الورق معنا. هو ده الفكر المهم جدا. الانتقال إلى الناس في أماكنها. وإحنا بنجهز مكتبين دلوقتي مع المهندس سامح كامل المستشار الهندسي في الحقيقة. اللي بيبزل مجود في الحقيقة كبير. واسمحوا لي هنا كمان إن أنا في الحقيقة عايز أشكر كل زميل في الجهاز التنفيذي في النادي الأهلي. حقيقة حاجة إرث جميل جدا. إرث عظيم جدا. يعني وده اللي بيصنع جزء من الميزة التنفسية للنادي الأهلي. حجم الخبرات اللي موجودة في النادي الأهلي دي. يعني في الحقيقة أنا يعني الواحد لما بيشتغل معهم. بيشعر بقد إيه في مهمية وفي اقترافية. فيه أمانة على النادي الأهلي. فيه حب للنادي الأهلي. وده في الحقيقة كمان بيخلينا يبقى عندنا الدفع أكبر للعمل. يمكن إحنا شوفنا في المؤتمر الأخير في الحقيقة بتاع كابتن محمود. قد إيه تقديره للجهاز التنفيذي للنادي الأهلي. قد إيه تقديره للزملاء اللي موجودين في النادي الأهلي. وجيل بيسلم جيل. ويمكن حتى الأغنية بتقول سلمة ووراها سلمة. اللي إحنا الفنان المبدع شام جمال اللي انتوا استضفتوه. كلنا بنكمل بعض. كلنا ماشيين وورا بعض. وده الناس بتتعجب منه. وإيه السلالة دي ماشية كده بقيم سابتة. قيم سابتة ما بتتغيرش أبدا. وهذه القيم تتمتع بقدر من المرونة النقية. اللي تقدر تستوعب المستقبل برضو. ما هي القيم إذا لم تكن قادرة. زي اللغة. اللغة لو ما قدرش بتختفي. عشان كده تيجي أصالة الرغة العربية. إن هي قادرة تستوعب. تهدم كل ده. فهو ده نادي الأهلي قيم وتقدر تستوعبه. لكن برسوخ في قيم ومبادئه في الحقيقة. وده عشان كده نيجي بقى القيم دي مرتبطة بالعضوية. العضو طبعا بييجي عندنا. إحنا برضو موضوع المقابلة ده. عشان نضمن تجانس عضاء النادي الأهلي. التجانس ده مهم بالنسبة لنا جدا جدا. ده بيسهلنا إن إحنا نقدم خدمات بجودة عالية. بيقلنا التحديات اللي بتقابلنا أثناء العضوية. فإحنا الحمد لله القرار كان برضو إحنا أجلنا في واحد أربعة. إن شاء الله هتبقى العضوية ترتفع لـ 350 ألف جنيه. بس خلي بالحضراتكو إحنا عندنا دلوقتي أكتر من 2600 عضوية في التجمع. دولة دفعوا رسومهم. وخبار حضرتك. فإحنا بندعو الزملاء إن إحنا يعني إلحق عشان. يعني من هنا رسالة على لسانك قدامك ثلاث شهور عشان تستمتع بالسعر القديم قبل ما يرتفع. تستمتع بالسعر القديم قبل ما يرتفع. ويتم تنفيذ وتفعيل قرار الجمعية العمومية. وأيضا قبل أن يتم افتتاح أفخم فرع في جمهورية مصر العربية. كلام أنا بقوله وأنا مسؤول عنه. هتشوف حضرتك فرع في الحقيقة. تقول ده حاجة مفخرة لكل الرياضة المصرية فرع التجمع. أكتر من اللي ما شفناه ده؟ أكتر من اللي إحنا شفناه لأن إحنا شفنا حركة تطوير كبيرة في مدينة نصر نالت إعجاب لكل الناس اللي بتشوفه. شفنا حركة تطوير في زايد أيضا في الحقيقة على الرغم أن الأعضاء شوية أسقلنا عليهم الفترة السابقة. لكن هم فعلا لما شافوا الصلاة وشافوا المنافذ الجديدة. وإن شاء الله المبنى الاجتماعي اللي في زايد إن شاء الله يتقل على 1200 متر. وبدأ يوصل لمراحل متقدمة وملعبين كرة القدم. بالمناسبة احنا عملنا كمان خدنا قرار بالإسناد لثلاث ملاعب كرة قدم خماسي. في مدينة نصر أنا نسيت وأخذ بال حضرتك وملعبين بدل في الزايد وملعبين بدل في الجزيرة. في الحقيقة البدل دي زي الركض التينس بس بمضرب أصغر يعني وملاعب أصغر. في القريب العاجل بتوع مدينة نصر خلاص إن شاء الله في خلال أسابيع معدودة. هيفتتحوا وجنبهم منطقة جلوس أعضاء واخذنا كمان المجلس الماضي أيضا منطقة ملاعب الأطفال الجديدة. اللي في مدينة نصر عشان ده كان طلب مهم للأعضاء برضو أخذنا قرار به عشان كان فيه. وعلى فكرة يعني الناس بتقول طب عايزين تسألون أنا على فكرة بنزل مثلا محدش يمكن شوية أنا ببقى بقى قليل في الظهور الإعلامي شوية فممكن الوش مش يعني بقى لي 22 سنة في النادي بس حد يقول لي أنت أول مرة شوفك يعني. فأقول لهم لا أنا كنت مع المؤنة سعدة بس كان مخبيني جوه كان خايف من الصحة يعني مع هذه صفقة وبتاع فأروح مدينة نصر أسأل الصبح بدري كده أخبار النادي إيه وأخبار الخدمات إيه. وموقف ضريف جدا الأسبوع الماضي روحت مدينة نصر فواحد شافني يعني عضو كده وقور جميل قاعد ولبس النظارة الشمسية وقاعد بيستمتع فتلاقاني نازل منطقة الكترية كده بلف وبسأل الأمهات إيه وإيه 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 فهو لما روحت عليه كان واجم يعني مين اللي بيسأل ده وبتاع فقلت له صباح الخير قال أنا زمالكاوي قلت له أنت زمالكاوي بس أنت عضو في النصر. النادي الأهلي ليك خدمات من حقك أن أنا أشوف أنت حضرتك بتأخذها بصورة جيدة ولا أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا طلعت معاش بقالي ثلاث سنين وما شاهدته في مدينة نصر في الحقيقة يجعلني أغجل من أقول أنه أي فيه أي نصر. والله إذا ما بقول لحضراتك كده فقلت له لا أنا متشكل لو في أي حاجة أنت حضرتك قال لي أنا في الحقيقة اللي حصل في الفترة اللي فاتت طفرة لا يمكن الحديث عنه. فقلت له لا إحنا عايزين نكمل التطوير بتاعنا ففي الحقيقة أنا ممكن بلف على الأعضاء كده يعني بس تأذنهم إذا كان يسمحونا بأننا أسألهم عن بعض الحاجات وكده يعني. فقال لي لا إحنا أنا مش ناقصني بالنسبة لي حاجة بالعكس أنا بجيب أحفادي ومبسطين جدا. وقلت له طيب إحنا إيه رأيك لو فيه منطقة إضافية للكتس إيريا دي فقال لي أنا يعني أبقى مرحب جدا عشان قل لي وجهات نظرك وقلت له والله وجهة نظرنا أن فيه تباين كبير جدا في المراحل السنية الطفل من سنة مع سنتين مع ثلاث سنين وارضة جنب الأكبر منه ست سنين دي بتبقى شوية فبنفكر نعمل منطقة كريبة دي خاصة مثلا من سن اثنين لخمسة ومن خمسة. وطبيعة الألعاب تنزل منطقي جدا برافو عليك فالحمد لله مجلس الإدارة المؤقر لما في الحقيقة عرضنا عليهم كابتن محمود أخد قرار مع المجلس إن إن شاء الله يتم عمل منطقة كترية جديدة لمدينة نصفة تطوير عمدنا عملية مستمرة فالعضو اللي هيجي يشترك في النادي الأهلي في الحقيقة هياخد خدمة زي ما قلت يدلع خدمة كمان فيها استدامة وأستاذ إبراهيم قال حاجة جميلة جدا قال ده احنا مش بنشتغل للجيل الأول احنا بنشتغل جيل أول وتاني وتالت لأن ان أنت النهاردة ابنك لما ربنا يكرمه ويتخرج من أي جامعة من الجامعات الجديدة دي وعايز يشتغل في المنطقة بتاعته هيروح ينقل عضويته حقه مضغط الفكرة النادي لما يبقى على هذا المستوى من الخدمة والقيمة والمستوى دي لقوع علاقة بالسلامة الصحة النفسية لولادنا يطلعوا بشكل يعني أسوياء ويطلعوا يعني يعني عارفين قيمة الأشياء وعارفين إزاي يحافظوا على مكانهم دكتور سعد بس أنا في حتة كده لازم ألعبك فيها دلوقتي مدينة ناصر التجمع الشيخ زايد ولكن الجزيرة أنا عارف السبب أنه ربما الحديث عن التطوير مش بنفس القدر نتيجة المساحة المحدودة المحصورة في منطقة لكن إيه 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 اللي عملنا سنة اللي فاتت واللي عايزين نعمله لا أخلي بالحضرتك الجزيرة ده مقر التاريخي إحنا عملنا مش معملناش والجزيرة خلي بالك حجم التطوير اللي حصل في الجزيرة على الرغم أن فيها صلصة تاريخية يعني المبنى الاجتماعي بتاع الجزيرة ده مبنى جزء من الهيبة والتاريخ كان عندي أحد الزملاء الإعلاميين الكبار وحضراتكم تعرفوا والأستاذ المينيسي صديقه أستاذ محمد دبي بتاع البيان كان عندي عايز يعمل حاجة في النادي الألفاء قال لي أنا أقول ما بخش من البواب بتاع الجزيرة وأشوف المبنى الاجتماعي رجلها بتضرب في بعض أستاذ محمد الجوكر الجوكر كان عندي أول مبنى أنت بتكلم عن منطقة بتاع صلصة راتب والحطة دي هنا في عمليات تطوير وفي عمليات صيانة أنت عملت تطوير في الجزيرة منطقة الأسوار الحمد لله تعملت والبوابات وخلي بالحضرتك لسه بوابة الشهداء موجودة في تطويرها هتبدأ إن شاء الله إحنا أجلناها عشان الجمعية العمومية كنا خايفين بس أننا ما نلحقش أن ننتهي فيها والجمعية العمومية هذه مهمة جدا لأننا تخلي بالحضرتك الحاجة الثانية صالة الكراتين موجودة الجديدة ده موجود في الجزيرة أيضا واخد بالك عملية الصيانة بالكامل للمبنى الاجتماعي ده عشان يفضل كده إن شاء الله وداخل أيضا عملية تطوير أخرى في الصالة عملناك المظلة في المسجد الموجودة يعني عشان ما ننساش بس أن نوري الناس لا كمان في حاجة كمان إحنا في عندنا هنا في النادي إن شاء الله في الكورن الحمد لله دلوقتي عندنا الأجهزة بتاعت الاستشفاء دي هي مش موجودة غير الحمد لله في النادي الأهلي عندنا أجهزة القياسات الموجودة في النادي الأهلي وعملية قلنا عملية تطوير مستمر الجيم بتاع الأعضاء الجيم الجديد كمان في حاجة كمان نخلي بالحضراتك إحنا مدرقة جيتش اللي تهد ده إيه المشروع ما كانوا بقى المشروع في الحقيقة فيه أكتر من مشروع مطروح على مجلس الإدارة إحنا ده طبعا دي آخر قطعة عندنا بنستثيرها فلازم نعملها أفضل استثمار ممكن نعمله بشكل أيضا في عملية سيانة تمت الصالة الرياضية بتاعت الأميرة عبدالله الفصل الملاعب إحنا برضو هنقوم بعملية تطوير أخرى فيها ده كله إن شاء الله بيتم فيه الجزيرة فالجزيرة يمكن حجم الاستثمارات اللي تمت في البنية التحتية الفترة الأخيرة 81 مليون جنيه ده ده مش بنتكلم في رقم ريليتت أو بنسبة المساحة ده كبير جد الحاجة التانية خلي بالحضراتك إيه الجمال ده يا دكتور النسبة النسبة تتفرج والله بفخره اللي حصل تفرج في كرة القدم في البنية اللوجيستيك اللي عندنا فيه كرة القدم في الحقيقة أعتقد أنه محل فخر لكل واحد النهاردة حتى اللعيبة بتشعر بهذا التميز اللي خاص بالنادي كمان في حاجة تانية نعملنا منطقة جراش خاصة باللعبين وراء لو أنت حضراتكو البوابة تحت البورج ده بقت منطقة جراش خاصة ونحمد الله ده تم تطورها وتم البوابة دي بمناسبة الجراش مفيش امكانية نعمل حيث نعمل جراش متعدد اللي هو مشروع عديم بس مش عارفين ننفذه خلينا أقول حضرتك على حاجة بس يعني خليها لحد داما لأن احنا متعودين في النادي الأهلي ما بنقولش حاجة لما بناخد إجراء فيها وما بنقولش هنعمل لما بنبقى عملنا بنعلن في الحقيقة احنا ماشيين في إجراءات برضو فيما يتعلق بأماكن الانتظار يعني ربنا يوفقنا في الخطوة اللي هي دي في حلول يعني ان شاء الله بإذن الله بنفكر فيها ودي بالنسبة لنا أيضا مهم يعني الناس برضو بتقول انتوا ايه شكل الخدمات للأعضاء وده حاجة عايزة ارجع برضو العضوية بصورة سريعة احنا كمان واجهنا الاسبوع اللي فات كده وإحنا بندرس بيبقى دايما فيه أعضاء بوفقا للنظام الأساسي بيتأخروا عن سداد الرسوم بتاعتها العدد متتالي من السنوات اللي مسافروا لناسي واللي كمان اعتقد ان عضوتي لما سقطت مش من حقه يسترددها أيوا دي نقطة مهمة بقى احنا عملنا المجلس المؤقر في الحقيقة الاسبوع في الجلسة الماضية كان عندنا ثلاثة وثمانين وبيخش عندنا كل فترة عدد لا احنا عملنا حاجة مهمة جدا ان فواضوا المدير التنفيذي والمدير المالي في ان هم توصلوا مع دارة الاشتراكات يضعوا الناس دي لعودة يعني استرجاع عضويتهم وكمان يعمل لهم تسهيلات تقصيد في السداد عشان برضو نخفف على كهل الناس دي ناس كتير جدا احنا تستفيد من هذا كله دي برضو دي حاجة برضو دي اول مرة انحمد لله احنا نعملها فاحنا حارسين جدا ان احنا اعضاءنا الجدد ان شاء الله اللي عندهم رغبة في الاشتراك في النادي الاهلي ينتهزوا الفرصة للاشتراك في النادي الاهلي والتمتع بمجموعة او بمنظومة من الخدمات هي الاحدث في البنية التحتية ما بين كل الاندية المصرية تكامل في كل انواع الرياضات بقول لحضرتك تسعتاشر رياضة تسعتاشر رياضة وبعدين تسعتاشر رياضة ما انتش مثلا متميز في واحدة او اتنين ده انت متميز في تسعتاشر عندك هنا جودة بطلة العالم في التنس عندك جيانة فاروق بطلة بطلة اولمبية في الكاراتي عندك كرة القدم هي الاولى هي تاني افضل فريق حقه بطلطة على مستوى العالم عندك كرة الطيرة كرة ملوك الصلاة زي ما بيقول احنا دايما ملوك الصلاة في اليد سعاد جينيس فيها دلوقتي كرة الطيرة الحمد لله يعني كل ده ابنك بيجي ابطال سباحة عندنا اللاعب اللي خاد برضو جايزة محمد بن راشد في تمنمائة متر يعني انت بتضمن ان ابنك داخل وذلك احنا يمكن هنا ارجو ان القناة تزيعوا اذا سمحوا لي يعني الاعلان اللي احنا عملناه للنادي الاهلي اللي عايز ابنك بطل انت عارف المكان انت عارف المكان النادي الاهلي عايز ابنك بطل تروح مدينة نصر عايز ابنك بطل تروح اهل الجزيرة عايز ابنك بطل تروح زايد عايز ابنك بطل ان شاء الله هيكون في التجمع طيب عايز ابنك بطل امت حتروح لمحافظات ده انا مفيش حتة بروحها الا ما لقى هذا المطل والله احنا فعلا يعني كابتن محمود كان عنده يعني مشروعات بس احنا دايما دايما مشروعاتنا بيتم دراستها المشروعات بيتم دراستها ولان الاهلي الاستدامة مش بيخش في حاجات ليه حاجات مش هيمتع فيها العشوائية يعني النهاردة الحمد لله خليني شوية اتباهب بان انا من المنصورة شوية لما تفتحت اكاديمية المنصورة لحد الوقت شغالة اتفتح على اكاديمية المنصورة اكتر من 17 اكاديمية تستمر السنة وتقفل وده يخش مع وراك مش عارفه نفسك انما اكاديمية مثلا الاهل في المنصورة شغالة بقالها 18 سنة المنصورة في التواصل معي وايه الحاح في المنصورة الجديدة عزين الاهلي في المنصورة الجديدة ان شاء الله خلينا خلي يعني ايه ده زي ما بيقولوا برضو دايما وانت علمتني كده داري على شمعتك تيئين ما تقولش اسرارنا احنا ان شاء الله منتشرين في كل مكان ان شاء الله الاهلي في كل مكان واحنا حتى عاملين سلوجن جديد للمؤسسة المجتمعية الاهلي للجميع الله الله دكتور احنا بنتكلم على العضوات الجديدة بحاجة بتكلم على حل العضوات القديمة اللي كانت سيطة ممكن اصحابها يستردوها فكرة ضريبة القيمة المضافة ودي عاملة دوشة كبيرة جدا في معظم الانبائي دعائم برضو وده مستحقات متأخرة يعني اعتقد من سريان القانون من 2018 يمكن النادي بيتصرف فيها ازاي النادي بيتصرف فيها في المقام الاول مصلحة عضو النادي الاهلي تمام مصلحة عضو النادي الاهلي فين فاحنا حرسين ان احنا كل جنيه بيطلع من اعضاء النادي الاهلي هو بيطلع من النادي الاهلي احنا بنعتبره كده وفي نفس الوقت ايضا حرسين على احترام وتطبيق القانون ايه المنظر ده؟ الاهلي في الاقصر الاهلي في الاقصر حرسين على تطبيق القانون يمكن احنا اول مرة اقول الكلام ده هوت احنا يمكن بعتين خطابين وبعتين استعجال خطابين؟ وبعتين استعجال ان كان عندنا اعضاء اشتركوا في النادي الاهلي في فترات سابقة ولم يتم تحصيل مثلا ضريبة القيمة المضافة والوزارة المالية بتطالب بالمبالغ المالية دي فاحنا في الحقيقة من تاريخ قديم من تاريخ قديم يمكن في فترات سابقة حتى يمكن قبل كابتن محمود ومجلسه يعني احنا دي كانت موجودة وفي الحقيقة احنا بنقاتل بنقاتل بمعنى كلمة بنقاتل يمكن كابتن محمود انت عندك معادلة صعبة حق الدولة وحق العدو اقصى مجهود ممكن بان احنا وبعتنا يمكن انا يعني ممكن ابعتلكوا الخطابات دي تبقوا حتركوا تعرضوها حتى في وقت لاعق احنا بعتنا للوزارة المالية بنطلب اعادة النظر في تحصيل هذه الرسوم وبعتنا استعجال تاني من اسبوع الحمد لله وبعتنا ايضا لوزارة الرياضة ان هي يعني تتبنى هذا الموقف وتخاطب وزارة المالية افتتاح بالاخصر ده دكتور ودكتور اشرف صبحا هو مش عايز تفكروا بحاجة يعني يعني الدكتور اشرف اعتقد ان احنا طبعا زملة في الجامعة وفترة كبيرة رجل على خوله البعض بيعتقد طبعا ان في النادي الاهلي طبعا بالمصاريف والبنية التحتية الكبيرة ان احنا عندنا دعم يعني دعم من الجهة الادارية في الحقيقة ده مش عندنا خالص ويمكن احنا حتى يعني لما عملنا الفرع التجمع احنا كنا حرسين برضو ان الدور اللي بيقوم بين النادي الاهلي هو في الحقيقة بيقوم فيه لصالح المنتخبات الوطنية وشايفين ان حتى اللوايح بتسمح بكده ان احنا يبقى فيه دعم من الجهة الادارية ويمكن طلبنا اعتقد طلبنا في فترات سابقة ممكن من اكتر من اربع شهور طلبنا يعني ان يبقى فيه مساهمة مش اقول دعم يبقى فيه مساهمة في تطوير البنية التحتية اللي بتخدم المنتخبات الوطنية لان انتهى النهاردة ما هو النهاردة النهاردة ربنا يوفق منتخبنا الوطني ان شاء الله في بطولة افريقيا محمد فتح النادي الاهلي الشناو النادي الاهلي ربنا ايش فيه اكرم النادي الاهلي السولية النادي الاهلي كل دولة ولاد النادي الاهلي الطائرة هتلاقي خمس سبا انا كل يوم الصبح كل يوم الصبح بعمل ايه بمض البوستة بمض البوستة بيجي للاتحادات نارجو استدعاء استدعاء ابعد الكابتن الرؤوف الطائرة السلة استدعاء اليد استدعاء التنس الطاولة استدعاء كل ده كل ده طبعا بيصب غير علعاب قول سباح طبعا وحتى يمكن كابتن محمود قال حاجة مهمة في اجتماع آخر اجتماع قبل ما يسافر قال مصر فوق الجميع طبعا لما كنا بالناقش موضوع كسل عالم للاندية وقال كده في دبي حتى قال مصر فوق الجميع ومصر مصلحتها مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار حتى على الرغم من النادي الاهلي في الحقيقة لما هيروح حتى كسل عالم للاندية ويمثل لا يمثل نفسه ويمثل الدولة المصرية اللي بنفتاكم للاندية ويمثل أيضا القرى الافريقية لكن مصلحة مصر هي مصلحة عالية بالنسبة لنا فأيضا احنا كنا التوجه ده اتجاهنا فيه للجهة الإدارية لكن في الحقيقة ما كانش فيه استجابة سريعة حتى الآن في الحقيقة بالنسبة لنا وحتى احنا لدينا كمان حاجات تانية بتقرها اللائحة يعني زي مكافئات الفوز بالبطولات احنا كمان طلبنا بهذا الحق عشان يعني زيما أنا عارضت كده عندنا مصروفات ضخمة جدا مصروفات متزنة المهم انك كمان ايه مواسعات انت تصرف في حاجات لا تعود بالنفع ولا تعود بعد يعني لما تعمل صور النادي الاهلي في الجزيرة تعمله مثلا تكلفه 23 مليون جنيه اولا ده ادى فخمة للمكان وفخمة لمنطقة لان منطقة تاريخية منطقة الزمالك دي واحدة من الوجهات الحضرية التي تفتخر مصر قدامك الباب التاني دار القبرة فلما تعمل حاجة زي كده انت بتطور حضرها مش بس كده كمان انت عملت عقد على الاستثمار منتبهة حقوق الاستغلال الاعلاني ايوه بتزود بتزود الباكتج جميعا يعني انت مشروعاتك موزونة بتديرها بتدير عمليات التمويل في النادي الاهلي بكل حرفية وبكل مهنية وبكل فخر ينال اعجاب الجميع اخرها الجايزة اخرها الجايزة لكن احنا عايزين بس حتة الوزارة والنادي الاهلي ما احنا مش داخلين لله في خلافة اللي بتاعه احنا مقدرين اوقات كثيرة جدا الوزير بيقولك انا مثلا انت طالب مني تسهيلات مالية انا بدعمك لنجاهات اللي تديك هذه التسهيلات وهو مقدرين كل هذا لكن عندما يتحدث النادي الاهلي كان يتحدث من منظور انا عايز اتوسع في البنية الاساسية واعمل ملعب اكتر واعمل انشاءات اكتر لصالح الرياضة المصرية يعني حتى اني كنت متذكر ان كان فيه طلب مثلا ان ساعدونا في تحصيل مبالغ عند الرعاة وحولوها للجهات زي الهيئة الهندسية اللي ليه فلوس عندنا يعني خلينا اقول ان احنا زي ما قلنا في البداية الاحترام والثقة طبعا مبدئين مهمين النادي الاهلي يحترم اختصاصات المسؤولين ولكنه ايضا يحترم اللائحة والقانون ولديه ثقة كاملة والتعاون في تحقيق الهداف العامة الاهداف اللي هي بتخدم مصالح الدولة المصرية زي ما كابتن محمود قال مصر فوق الجميع الجميع النهاردة احنا يعني النهاردة لعبتنا اللي احنا بنتعاقد معاهم وده جزء من ميزانيتنا الضخمة الكبيرة النهاردة احنا بنمدهم اللي مين المنتخبات الوطنية وبعدين المنتخبات الوطنية دي بتعمل ايه ده اصل احنا حتى كنت بعض نتشاكل مع بعض ايام التسويق واقوله ده اسمه اصل منقل مؤقت يعني ايه يعني ده اللاعب ده الاصل بتاعي انا اللي مؤقت معاهم بنقله مؤقتا للمنتخبات الوطنية تقوم المنتخبات الوطنية تاخده كمان يقدي الاداء الرياضي ويتم استغلاله تجاريا ما هو انت بتبيع عليه ما هو انت بتبيع على اللعيبة دي يعني النادي الاهلي في الحقيقة هو القلب النابض للرياضة المصرية بلا شك القلب اللي بيدخش دم هو نبض الحياة في الحقيقة للرياضة مش عشان احنا زي ما قلت لحضرتك دي ارقام اما تيجي تقول هدف الرياضة في مصر ايه زيادة قاعدة الممارسة انا قلت لحضراتكو عندي 55 الف ولد في الاكاديميات لما قلت لحضراتكو الاكاديميات بتاعة كرة القدم ده 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 فلسف لما تيجي تبص الدستور المصري اللي هو اعلى اعلى تشريع في الدولة المصرية ممارسة الرياضة حق وعلى مؤسسات الدولة تمكين الافراد من ممارسة الرياضة كحق ده حق أصيل للمواطن انا بقدر اعمله بشكل الحمد لله انا فخور به صحيح مش بمن بيه لكن انا فخور به لما قلت لحضراتك عندي 13 اكاديمية في 13 محافظة لقرة القدم فيهم اكتر من 14 الف لعيب انا بزود قاعدة المؤداء انا الاهلي بيعمل ده بشكل نهارت بتلاقي لعيبة دكتور في مختلف الاندية حتى نادي الزمالك نفسه كنادي كبير منافس لعيبة من ولاد اكاديمية الاهلي يعني لعبه في اكاديميات الاهلي المنتشرة ده يعني وكابتن عدل قال حاجة مهم قال الاتزان النفسي في ظل التكنولوجيا الموجودة لان التكنولوجيا دي خلي بالك الرياضة فيها جزء مهم مع التكنولوجيا اللي هو الالعاب الالكترونية اللي بتخلي الولد ينعازل عن محيطه التقليدي اللعب مع نفسه واخد بال حضرتك انت بتعمل حاجة مهمة للصالح العام حدش واخد باله منها ان الولاد دولة يفراغوا الطاقات السلبية في بيئة تربوية تعود عليهم بالصحة يعني فخامة الساد رئيس عبدالفتاح سيسي لفت نظرنا لحاجة مهمة ويمكن ده لأول مرة في الدولة المصرية حد يلفت النظر الى اللي هو الهيكل اللي بنسميه احنا ايه اللي هو الشكل الملفرجي للشخصية المصرية السمنة وامراض القلب وامراض ضغط الدم هو قال يا جماعة لا لخلي بالكوا الولاد محتاجين ان نشوف النمط الجثماني بتاعهم عامل كده ليه ونشوف سوق التغذية اللي عندهم ده ازاي والممارسة الرياضة لما قال الرياضة امن قومي كان بينطلق من ده كان فيه فلسفة مهمة جدا مدرك مدرك اهمية وقيمة الرياضة ولذلك احنا يجب نستغل هذه الفرصة ونعظم دور المؤسسات الرياضية وذلك احنا لما بنتكلم هنا في الحقيقة وبنفتخر ان احنا جزء من هذه الفلسفة وبنحققها بتميز وابداع ولسه جايين من جايزة ابداع مش بنقول ان احنا بنعمل لا احنا شايفين الدولة توجهتها الاستراتيجية ايه وبنشتغل عليها تطوير وتنميع بنعمل بنية تحتية اساسية بنطورها توفير فرص الممارسة لأكبر عدد ممكن لأبنائنا وأولادنا ازاي انا بقول لحضرك ارقام يروح النادي الاهلي في الجزيرة يروح الاهلي في زايد يروح الاهلي في التجمع يروح الاهلي في مدينة مصر ويتفرج علي ويروح اكاديميات المحافظات يلاقي ابن بطل فياريت الاعلان ده احنا عاملينه جميل جدا ويشوف المنظومة دي نشوفه مع بعض الملعب ده ممكن يكون في ملاعب شبهه كتير بس النقطة دي كانت بداية مئات من الابطال الشبكة دي خرج من وراها اكتر من ربعمائة بطل وبطلة والخمسين متر دول طلع منهم اكتر من تمنمائة بطل وبطلة حققوا اكتر من تلتمية واربعين رقم قياسي المكان ده تمرن فيه اكتر من ربعمائة بطل حققوا اكتر من تلتمية وخمسين ميدالية من الترابيزة دي بس طلع منها ابطال حققوا بطولات عربية وافريقية وهنا اكتر من تلت ابطال عالم احنا في عشرين وعشرين بس حققنا اكتر من ربعمائة وستين بطولة وميدالية جديدة الكيان ده كل متر فيه خرج منه ابطال علشان اتربوا على اخلاق واسرار ومبادئ النادي الاهلي هدفنا اني انا نكبر جيل جديد من الابطال علشان كده كبرنا الكيان وفتحنا فرق للنادي الاهلي في الشيخ زايد والتجمع الخامس لو عاوز تكون بطل طيب لو عايز ابنك بطل روح اديك عرفت المكان عرفت المكان ومش بس انت لو عايز ابنك بطل عرفت المكان انت كمان لو عايز تستمتع بخدمات ترفيهية عالية انت برضو عرفت المكان انت النهاردة اللي احنا بنقوله ده تطوير البنية التحتية عندك احدث الصلاة موجودة في الشيخ زايد احدث الصلاة والملاعب الردية موجودة تطوير اللي حصل في مدينة نصر في اكاديمية كرة القدم تحديدا منطقة الامواج موجودة في مدينة نصر زي ما بنقول التجمع زي ما بنقول ان شاء الله الجزيرة فانت ايضا مش بس ابنك كمان هيبقى بطل وانت كمان هتستمتع لان الرياضة اسلوب حياة يبقى فوسحة فهتبقى الفوسحة بتاعة فوسحة فوسحة فدي يعني في الحقيقة ان شاء الله وعملية التطوير اللي هي الكلمة التالتة ان التطوير في النادي الاهلي لا يتوقف ومستمر ومستمر وسوف نذهب الى المستقبل ولا ننتظره ان يأتي اليه دكتور لو اي حد من الاعضاء عنده رأي عنده اقتراح عنده شكوى يعمل ايه عندنا مجموعة من القنوات كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده عندنا مجموعة من القنوات يعني على سبيل المثال انا جاي لي 189 189 مش عايز اقول شكوى مقترح مقترح ملاحظة استفسار على تطبيق النادي الاهلي تمام وعندي قسم مختص إدارة المتابعة بيرد على كل حاجة اي ملاحظة جيلة على التطبيق ده ردين على اليوم 189 انا عندي الدراسة الحاجة المقترحة اللي انا قريته ده وشكرت المجموعة في الحقيقة على رقياها في الطرح وعلى رقياها في ايجاد حلول وعلى رقياها في التواصل وعلى تقدرها هنا الانصاف ده مهم جدا عملية الانصاف دي والعدالة دي واحدة من القيم انا لمس مجودك بس عشمان اه يعني هنا ايه ده يعني زي يعني انا ده الراجل كاتب يعني الزملاء في الحقيقة العضاء الموقرين كاتبين حاجات انا في الحقيقة بقولك يعني بس تشعر بالفخر بيهم وهم بيكتبوها وفي اطار اهداف عائلة الاهلي خلي بالك الجملة والتي من ضمنها استحداث وطرح الأفكار والمبادرات ايوه ده عايش معي في الجايزة اه وتقديم المقترحات التي من شأنها تحديث وتطوير الانشطة والبرامج والنظم القائمة بالنادي الاهلي ده فاهم هو عضو بيعمل ايه في النادي الاهلي لما حضرتك يكون عندك اعضاء بهذا الشكل دي قلية اخرى من التواصل ان مكتبي مفتوح طوال اليوم مفيش حد الحمد لله وده انا تعلمته في النادي الاهلي ان انت تستقبل كل من يترك الباب ولا دايه اي استفسار لان ان احنا بنعتمد على مبادئ تعتمد في الاساس على الصدق والوضوح ما عندناش حاجة نخاف منها فبالتالي بنبقى صدقين جدا وبعدين احنا عندنا مبدئين مهمين جدا اذا كان عندنا خطأ نصلحه واذا كان عندنا صح نوضحه نعززه نوضحه خطأ نصلحه صح نوضحه ما عنديش اكتر من كده لو عندي خطأ ما بكبارك تعبير جميل جدا انا هنزل اصلحه الصبح لو عندي صح انت مش واخد بال حضرتك منه اوضحه اولك ويمكن هو ده فلسافة هذا اللقاء اليوم ان النادي الاهلي وهو يستمتع بالتقدير الدولي والجائزة التي حظي بها منذ ايام كان حريسة استقبل الشيف الكبير مطبخ النادي الاهلي الدكتور سعد عشان يوضح ويستقبل يعني يعني واعتقد ان احنا يعني ونحن نستشرف المستقبل كانت هذه المقابلة هامة جدا لعلكم يكون فيها اضحات واجابات وطرحل فرص التواصل مع الدكتور سعد شالبي ومجلس الادارة وفي الاخر نقول لك هل لديك اقوال اخرى قبل احلام اخرى اتمنى ان النادي الاهلي يفضل زي ما هو في المقدمة قائد رمز القرى الافريقية النادي القرن في القرى الافريقية افضل مؤسسة رياضية عربية افضل مؤسسة رياضية عربية ما تخافش على الاهلي باعضاؤه تخافش على الاهلي بجمهوره تخافش على الاهلي برموزه وقياداته ومنصاته الاعلامية بشكر حضراتكم وما تخافش على الاهلي وهذه النمازج التي تحمل همه وتعيش بهذا الشغف في خدمة النادي الأهلي سواء على المستوى التخطيطي كمجلس إدارة أو الأجهزة التنفيذية والنموذج اللي شايفينه وحضراتكم لقائد مجموعة العمل التنفيذي بنشكرك جدا على هذا الوقت وهذه الإضاحات ونتمنى أن تتكرر لقائد كل فترة عندما يكون هناك جديد نعيش فيه مع الأعضاء والجماهير التي تفخر الآن بما تسمعه أنت بتدعوني كده رسميا أن أنا أعد في القناة يوميا لأنه كل يوم عندنا جديد نادي الأهلي كل يوم جديد شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي وأعتقد القاعدة الزهبية اللي ختم بها هذا اللقاء الرائع جدا والدافئ جدا لو عندك خطأ تصححه ولو عندك صواب توضحه أعتقد قاعدة زهبية تعكس قيمة العمل اللي بيجري في النادي الأهلي وقيمة قيادات النادي الأهلي ومستوى المسئولية تجاه النادي الأهلي وأعبائي وجماهير بنشكر الدكتور سعد الشلبي وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل وبعد الفاصلول